اشتركوا في القناة والطاقة الموجودة على الأرض بالنسبة للإنسان وأن الجزء الإنسان بيشحل نفسه بالطاقة الإجابية من أعمال الخير من الدين من الصفاء من كل حاجة خير هي دي اللي بتدور الطاقة الإجابية وكل حاجة وأي حاجة فيها شر وفيها قتل وفيها كله بتعمل طاقة سلبية وأن هناك حرب لأجل فرض الطاقة السلبية لأسباب أخرى بتتعلق بما هو قادم في الغزو الفضائي تفضلي طبعا نبتدي يعني أقول للجميع كل سنهم طيبين ونبتدي بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا خط المسلم أنا عايزة الأول برضو أأكد على كلام حضرتك لأنت اللي حضرتك قلته أن الوعي والإيمان أن في جميع المخططات المتنورين وحكومات الدول الكبرى المعاونة لهم في كل المخططات أن الوعي والإيمان هو الخطر الذي يجب تدميره قبل تنفيذ المخطط بالكامل يعني الوعي والإيمان عند البشر القوة دي هي قوة الإنسان نفسه هي إيمانه وعلمه والتمسك بوعيه ربنا سبحانه وتعالى يعني لما حكى لنا على مشهد من مشاهد مقولات الشيطان في يوم القيامة لما بيقول لأتباع وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم النقطة هنا أن الناس فكروا أن أتباع الشيطان هم الكفرة والملحدين والمنحلين وبتوع الإباحية بالعكس يعني أكبر أتباع الشيطان أو أكبر الناس اللي هي ممكن تدخل النار هي الناس اللي رادت على نفسها التغييب والتضليل أو رادت على نفسها أن هي ما تعملش بالأساسيات اللي ربنا أمرنا بها في دينه اللي هو البحث والعلم والتمسك بالإيمانيات والسعي وحمية أنفسنا وعداد القوة لن تهزمنا أي آلة عسكرية مهما بلغت قوتها إلا إذا هزمنا من الدخل وعشان كده هم بيعملوا بكل قوة على هزيمة الإنسان من الداخل داخله هو يعني يعني فيه حروب بتدار غير مرئية للهزيمة النفسية للهزيمة كذا حتى الإعلان عن قليتهم العسكرية وأحدث الأمور دي نوع من الحرب الإعلامية يعني احنا مثلا الناس اللي بتتفرج على منورات الجيش المصري مثلا العملية بدر العملية كذا العملية كذا بتفرجوا ليه الجيش المصري مثلا بيستعرض أحدث ما عنده وأكبر منورات عنده لأن ده نوع متعرف عليه على مستوى العالم من الحروب الإعلامية هم بقى بيقودوا حروب إعلامية أعتب كثير لهزيمة الإنسان من الداخل إنك تحس إنك لا يمكن أن تقوم هذه القوة إنك تبقى منهزم داخلين وإيربع حروب نفسية كثيرة السينما بتاعتهم عملت هذا الكلام هاليود عمل السوبرمان الإنسان السوبرمان السينما وكذا وإن شاء الله هنفتح موضوع عن الوجه الجديد للحرب والكلام ده كله بس هم بدون هزيمة الإنسان من الداخل لن يستطيعوا تدمير أو السيطرة على هذه الأرض عرفتنا الوعي والإيمان الوعي والإيمان يعني هما الاتنين مرتبطين بعض يعني إن الله سبحانه وتعالى يعرف بالعلم وعشان كده أول أول كلمة نزلت من الوحي للدني إهدم هي اقرأ وباقي الآية بتحص على العلم علم الإنسان ما لم يعلم فأول مخبط الله سبحانه وتعالى للإنسان كانت العلم وبعين إحنا الحمد لله مثلا طبعا كل الأديان كلها من إله واحد والأديان كلها حست على الفضائل والبحث والقوة وكذا لكن دين الإسلامي فيه تميز بالسعي للعلم والبحث وكل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق كل سيروا في الأرض الإعجاز العلمي في القرآن كل ده مجاش هباء إحنا للأسف إحنا بنسيب الآخرين هما يكتشفوا الحاجة أو يكتشفوا الجديد يكتشفوا كذا وبعدين هم نقول آه ده ده مسكور في القرآن سبحان الله طب إنت عملت إيه باللي إنت مسكور في القرآن أنا عايز أقول أن هما بيهدموا الإسلام بيخلوه في بوتقة معينة ليس الإسلام الحقيقيقي اللي هو بيبني فرد قادر على بناء مجتمع قادر على بناء وطن قوي قادر على أنه هو يعم الخير على الأرض هما عايزين الإسلام ينحصر في مظهر التطرف اللي يستفت فيه فيه دخلونا في الشكل وشابه المضموض والتطرف والصدمات مع بعض فيهن أن والبعد عن الأسيات والخير والبناء والقوة أنا عايز بس بس بسرعة أن أقول للناس وقعدوا لهم ما استطعتهم من قوة القوة دي هي الإنسان نفسه قبل ما يكون الآلة العسكرية والعتاد بتاعهم الإنسان نفسه فأنا لو على وعي بديني وعلى إيمان بديني وعلى يقين بالدين وعلى يقين بولود الله استحال مخططهم هما يصنع بالزبط زادنا ربنا سبحانه وتعالى لو حاجات الناس مش حاسة بقدقية الحاجات دي خطيرة زي ما احنا واتكلمنا مثلا قبل كده عن الطاقة الكونية دي طاقة عظيمة جدا وكل ما خلقه الله على الفطرة هو خير يعني كل ما خلقه الله بفطرته هو خير عشان كده كل فعل الشيطان أنه هو يضد أو يعمل الضد لفطرة الله فكل ما هو خير وفطري مش بس يعني يعني مثلا رسول عليه الصلاة السلام لما قال لا عبادة مثل التفكير أو التفكر أو التدبر أنك أنت التدبر بيخليك تسرح في ملكوت الله لا تتعلم ده بالتالي بيطفي عليك خشوع الخشوع ده بيطفي عليك طاقة إيجابية لأن احنا زي ما قلنا أنت المحرك للطاقة اللي حولك أنت القرآن كان في أصله طاقة نورانية قبل ما يبقى كتاب مقروء كان أصله نور من النور الأعلى أنت اللي بتحوله لهذه الطاقة وهذه الطاقة غير محدودة بس يجب مواقرة في القلب يعني الخشوع اللي أنت تشغل قلبك لأن ده مش كلام يعني الناس بتاخدوا على أنه هو كلامه وإحنا عارفين وإحنا كذا لكن ما بيجربوش فعليا أنه ده كلام فعلي وكلام علمي وكلام مثبت أن القلب محرك مغناطيسي ليس آلة بس للنبضة وهو محرك مغناطيسي وبالعكس بيرسل آلاف الرسائل ذات الطبيعة الكهربية وذات طبيعة المغناطيسية للمخ أكثر من المخ ما بيرسله فالقلب حتى القلب لوحده عضو واعي والأغرب من كده أن كل خلية في الإنسان هي عضو واعي يعني في حاجة اسمها وعي الخلية وده اللي اكتشف حديثا أن كل خلية واعية بحد ذاتها فكل ما هو في الإنسان هو واعي والإنسان هو اللي بيسيطر عليه بعقله العقل غير المخ العقل غير المخ العقل هو التعاكل اللي هو كيفية الإدارة اللي هو عقلك زي برضو ما القلب غير الفؤيد فهي النقطة أن أنت اللي بتحرك هذه الطاقة حواليك فيه طاقة كونية ممكن أن أنت تاخدها بصورة إيجابية ممكن أن أنت تتعبد تتعبد تخلق طاقة من نفسك وتخلق تحصين لنفسك يعني زي ما قلنا أن ده بينعكس على الهالة اللي حوالين الإنسان كلما بيزيد خشوعك إيمانياتك ارتباطك بالفطرة ارتباطك بالخالق ارتباطك بتسعي للخير حتى عملك إتقانك عملك كذا ده بيعود عليك بالتحصين بيقوي الهالة بتاعتك وبيقوي منعتك يعني بنعكس كمين ماديا على الجسد أنه بيقوي منعتك للأمراض طيب نطلع من ده كله بس عشان نطمن السادة اللي كانوا بيتكلموا أنه ممكن نكون أننا بنهول أو نعمل التهويل إنما هو لا تهويل ولا تهوين إنما هي دي حقائق مولودة ومصبتة ولا منليب وماتيلي الدكتورة رايبة أفلام كثيرة لدي ده فيديو ما حدش يقولي طب ومين ده يعني عايز أقول فتعالوا نتعامل مع المسألة بحيادية تعالوا نتعامل مع المسألة إن ده أمر إحنا بنعرفه يعني والمعرفة بالشيء أفضل من عدم إدراك هذا الشيء نعرف هذه المسألة لأن ده جاي جاي يعني اللي مش بيصدق ده جاي جاي لأن حتى الحروب اللي شغالة حوالينا وحتى الحرب اللي موجودة في المنطقة وحتى الحروب اللي ستستحدث في المنطقة قريبا وربنا ما يجعلها تحصل يعني إن مع 99% حيبقى فيه حروب قريب فيه حروب في المنطقة هنا وفي حالة وحتى تبقى يعني حتى تبقى شيعة وسنة وشغلانة وكلام من ده كله لأن ده بتحضر لي بتحضر لي واضح أي حد حيقرح حاجتين وحط كلامنا ببعضه يعرف حنخلص من سوريا حتى تبتدي حرب تانية نعرف ده لأنه هو ده اللي جاي فلما نعرفه أفضل ما نعرفهوش وهم حاجة في الموضوع كله نحن عارفين أن نستلح معا نستلح في روى كل واحد مننا وفي عقله كل واحد وفي قدام كل واحد وفي قلبه كل واحد الوعي والإيمان وإحزاء أمنا إيمان مطلق بوجود الله سبحانه وتعالى وأمنا بالله يبقى إحنا ولا كل الترسانة بتاعتهم ولا كل الاختراعات اللي عمين يعملوها حيقدروا يكسبونا لأن كلها عمال شيطانية وفي الأول وفي الآخر الإنسان أقوى من الشيطان بالإيمان ومن كان الله معه فمن عليه هو دي الفكرة من هذا الموضوع نخش بقى دكتورة على النهاردة في الغزو الفضائي ممكن بس حضرتك عشان إحنا نشر مرة اللي فاتت الغزو الفضائي لماذا؟ ليه؟ عايزين نعملوا غزو الفضائي ليه؟ برضو أهلا نقول إن هي اسمها خدعة الغزو الفضائي ليه اسمها خدعة؟ لأن مثلا زي ما النص لحظت هم لعبوا بيعقول العامة في مثلا موضوع نهاية العالم في موضوع مثلا تفجير أولمبياد لندن في موضوع كذا دي بتبقى من ضمنها تجارب لقياس الوعي العام وتسجيل ردود الأفعال والسيطرة يعني هما بيطلقوا مثلا أحيانا كم من المعلومات اللي أكد كذا بيشوفوا إيه اسلوب السيطرة على الوعي العام وردود الأفعال لكن النقطة إن موضوع الجزو الفضائي بالرغم مما تم تسريبه ومن مصادر موثقة وموجودة يعني أنا ما بتكلمش غير على حاجات علمية وموثقة مش بتكلم على حاجة رأي شخصي أو كذا أو كذا ما تكلم على حاجات علمية ومثبتة وموثقة فهي النقطة ليس ما خديعة غزو الفضائي لأنه هما حرصوا على تعتيم العالم لاستغلال هذه المفاجأة عنصر المفاجأة وهم رسخونه في الأفلام مثلا اتعاملت في السينما وفي التلفزيون واللي بيبسوا من زمين عشان يسيطروا على ردود الأفعال أنت تبقى متقبل ده والأخبار بتاعت مشاهدات الأطباق الطائرة وكذا 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 فليه إحنا بنسميها خديعة غزو الفضائي لأن هي معدلها من زمين وأن أصلا الأطباق الطائرة دي زي ما ابتدينا في المرة الفاتت ونقول ملخص للحلقتين اللي فاتوا دلوقتي إن قواعد الأطباق الطائرة دي موجودة في جوف الأرض موجودة على الأرض ولن تأتي من الفضاء وموجودة منذ زمن وإن هي صنعت واستخدمت كمان على الأرض من زمين وحنقول حاجات برضو الناس هتندهش لها في أثناء سردنا يعني ملخص للحلقتين اللي فاتوا طبعا حلقتين اللي فاتوا تكلمنا على الابتداء من مجموعة فرال مو قلت ليش بس الغاز الفضائي لي عشان السادة المشاهدين ليه عايزين يعني فيه منه كذا هدف أول هدف إن إحنا زي ما قلنا قبل كده إن مخطط النظام العالمي الجديد وكل الناس اللي قارت عن دوت هتلاقيه موثق واللي ما قاروش هيلقوه موثق واللي ما يعرفوش يتأكدوا من ده إن ده مش كلام كده ده هو ده ده مخطط فعلي ماشي وإحنا دلوقتي اللي بيحصل حتى في دولنا العربية ده ممهد ليه إن من أحد خطواته اللي هي الفوضى المنظمة اللي هي بتقام في منطقنا دلوقتي واللي هيعقبها كذا أمور بقى تانية لحروب الإبادة المهم من المخطط بتاع النظام العالمي الجديد اللي هو المملكة الأخرانية بقى بتاعت حكم الدجال وبتاعت عبادة لوسيفر الشيطان اللي احنا اتكلمنا عنها ده مش هيقام إلا لما يصل تعداد سكان الأرض لمليار نسمة ده قانون أساسي وعلى فكرة القانون ده مكتوب عندهم في حاجة اسمها أحجار جورجيا دي أحجار مرسخة عليها القوانين وده حاجة غريبة جدا أحجار جورجيا مكتوب عليها مخطط نظام العالمي الجديد ومتسابة كده ومحدش وعى إن ده اللي بيحصل تاني حاجة وعلى فكرة برضو ده كان موجود في لجنة رسمية اسمها لجنة الخطر الداهم وكان من أحد رؤاسها كسينجر فهم مش هيبتدوا النظام العالمي الجديد إلا لما يوصل تعداد سكان الأرض لمليار نسمة ينزلوا المليار وعمل لهم بقى هما مخطط المليار دول هاستغلوا في إيه لإنها هيبقى فيه طبقة من السادة وطبقة من العبيد برضو يعني هيبقى فيه طبقة من السادة وطبقة من العبيد وده له قانون كبير هنفرده بعدين يعني قوانين اللي هي بتاعت الكاملة بتاعت النظام العالمي الجديد فمهم في الفترة الحالية إن إحنا داخلين يا ربنا يعني يرحمنا يعني برحمته الواسعة بس إحنا يعني كل شواهد بتقول إن إحنا داخلين على مراحل النهاية أو هنبتدي في مراحل النهاية اللي إحنا عارفينها في أدياننا جميعا وبقى لها شواهد كتير وهم بيستعجلوا بيها فهي النقطة إن الفترة دي لابد أن يقودوا حروب إبادة لأنهم من ضمن الحاجات والكلام ده موسط يا جماعة إنهم عايزين يتخلصوا من 80% ل 90% من سكان الأرض لأنهم بجميع الدراسات وعلى فكرة ده كمان كان معلن في حاجة رسمية اسمها الأجندة 21 ودي حاجة موجودة رسميا إن عدد إن كم الموارد وكم الغذاء وكم كذا مش هيكفي إلا فئة قليلة وهم حطين ده مراحل السخين لازم يقودوا حروب إبادة خلال الفترة ديت للوصول لما يسمى وما هنازلوا الرابع تقريبا إحنا أربعة وشوية مليار لا إحنا متخطيين ستة متخطيين ستة ستة مليار وهم عايزين من 80% لتسعين في المية 80% تقريبا في المية وده كمان يعني حطين له سنة تقريبا تقريبا سنة 25 يعني قبل سنة 2025 من 2020 لـ 2025 يبقى كل ده نزل للمليار الزهبي فهي النقطة طبعا خداية الغذو الفضائي لها أهدف كتير بس أهم أهدفها اللي هو حروب الإبادة الهدف بقى الهم قوي 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 واللي ده هنفرد برضو عنه الكلام إن شاء الله في الحلقة اللي هو تدمير فكرة وجود الإله إزاي ده بقى الجامعات الخارجية وقمة يعني مثلا ناسا الجامعات الأمريكية الجامعية الملكية البريطانية معاهد متخصصة زي ستانفلد زي كذا زي كذا قمم العلمة في العالم قمم العلم مرسخين العلماء بتوحهم عشان يثبتوا للعالم وده من ضمن إن هم باقغ دخلين على مخاططة الغذو الفضائي عايزين يثبتوا للعالم إن الكائنات الفضائية دي أخذين العتيب لا غير إنها هتيجية عايزين يثبتوا للعالم إن الكائنات دي يعني أكثر تقدما وتكنولوجي عالية وكذا 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 وإن هي أصلاً كانت مسيطرة على الأرض من ألاف السنين وكانت تعبد في الحضارات القديمة وإن هي الأساس اللي خلقت الإنسان طبعاً الناس هتستعجب بس الكلام ده يا جماعة علماء العالم بيرسخوله وهنشوف حاجات إن شاء الله علماء العالم بيرسخوله إن الجينات دي هي متخصصة في عملية الجينوم نفسه في هندسة الجينوم أو الهندسة الجينية وإن وجدت بلوكات جينية جاية من الفضاء مما يثبت إن البلوكات الجينية دي ممكن يتم تفعيلها عادي تاني حاجة إن مشروع الجينوم برضو اللي إحنا ذكرناها قبل كده أثبت إن ممكن التداخل مع بلوكات الجينات فهم عايزين يثبتوا إن الكائنات دي هي اللي خلت الإنسان وهي اللي قامت بتطويره جينياً على مدى العصور اللي فاتت لغاية ما بعد الوقت في التطور الحالي وإن هي هترجع تحكم الأرض ونتكلم برضو على الترسيخ لفكرة الإنسان الكوني اللي كان فيه أخر فاضل يتكلم عليها سأل عليها قبل كده لأن ده برضو متعلق موضوعنا النهاردة هون حروب إبادة إن ده ما أهم ما في الموضوع كله لأن ده اللي بيخدم النظرية الأساسية فكرة إنه إنكار ولود الإله وإن اللي خلق الإنسان المخلوقات الفضائية دي كلها بالزبط طيب إحنا بقى نخش في الموضوع بتاعنا بس بعد الإيه الفاصل طيب دكتورة دلوقتي خلاص إحنا في تمهيد لفكرة الغاز والفضائي على لسان هم تصرحات فيهم يعني هم اللي بيقولوا إن فيه غاز والفضائي لاي ودلوقتي شرحت لنا إن الغاز والفضائي الهدف منه كذا وكذا وكذا على فكرة كل رؤساء أمريكا كل رؤساء أمريكا تكلموا عن الغاز والفضائي القادم يعني ابتداء من كارتر ريجن بيل كلينتون بوش أوباما حتى أوباما أعلن أنه هو هيعلن قريب على برنامج التعاون بين حكومته وبين الإليونز على فكرة ده أعلنوا في الصين بينه وبين إيه؟ وبين الكائنات الفضائية التعاون إيه؟ آه وده أعلنوا في مؤتمر في الصين هنشوف نماذج وحتى جامس كاميرون تكلم عن الغاز والفضائي ميدي فيدف تكلم عن الغاز والفضائي هو كان أحدث حاجة اللي هو ميدي فيدف اللي هو قال ده حديثا يعني قال إن فيه غاز والفضائي في 2013 يعني ممكن نشوف مثلا لقطات يعني مثلا أنا شعرف حننزلوها إمتى يعني ما هو إيا ويا بتقول كده تنزله يعني لازم نقول نزله وتطلعه وتخلعه ممكن نشوف الأطب مثلا ميدي فيدف هو بيتكلم حتى يعني هو الفيديو الأساسي موجود بالروسي لكن فيه سكاي نيوز جابته إنه هو ميدي فيدف بيحذر من غاز وفضائي في 2013 عشان كده عايز أقول للناس الموضوع دوت مش خدعة زي الحاجات اللي صافت ده جاي عاجلا أو آجلا عشان كده إحنا عايزين ناخد فكرة عنه عشان نعرف هو تصريحه كان بيقوليه فيه بالزبط بيحذر إنه في 2013 فيه غاز وفضائي قادم ليه لأنه كان السفينة الأم يعني هم عملوا إعلان جامد قوي إنه السفينة الأم ظهرت في سماء روسيا ده كان من حوالي أربع خمس شهور من السفينة الأم ظهرت في سماء روسيا فهو بيحذر إنه فيه في 2013 فيه غاز وفضائي فيه يعني ممكن برضو يعني مثلا إيه نشوف ريجن تبكرتك كلينتون كان بيقوليه بقى كلينتون بيتكلم على إن الأليينز موجودين اللي هم الكائنات الفضائية إنه موجودين منهم على الأرض وإنه فيه غاز وفضائي قادم لكن لا ندرك يعني لا ندرك متى سيئة هذا الغاز ولكنه قريب وإنه فيه شوهد كثيرة بتدل على إنه قريب لكسرة الظهور بتاع الأطباق الطائرة في الفترة اللي هي كان فيها كلينتون وما بعدين فيه مثلا ريجن ريجن هنا بيقول إن يعني شوف من حضرتك نقام كارتر كمان نقام ريجن هم بيعدوا بيرسخوا عند الناس ده كان في الأمم المتحدة وبيقولهم إن فيه غزو فضائي قادم ولن يوحدنا إلا عندما يتم هذا يعني سوف نتوحد عندما يأتي هذا الغزو لو نظام العالم الجديد وده على فكرة برضو من أحد الأهداف إنه هو بيرسخ لفكرة إن الناس كلها زي ما احنا بنشوف في الأفلام بتاعتهم إن أمريكا هي الدولة العظمى اللي هتحارب الكائنات الفضائية فده برضو هيديها نوع من السطو على العالم يعني هو هنا حتى كان بيرسخ للفكرة دي إننا لن نتوحد إلا إن فيه غزو فضائي قادم ولن نتوحد إلا عندما يحدث هذا الغزو لمقاومته بقوة فلا نستطيع أن أي دولة تقاومها وحدها ولكن أنا يجب أن نتجمع تحت قوة عظمة طيب في برضو مثلا فيديو طبعا فيه يعني كتير كل القمم فيه كاميرو بس مثلا فيه دكتور من الدكاتر الكبار الفيزين بجهزة نوبل بيحذر من إن أمريكا بتعد لخديعة غزو فضائي هي بقى هو بيخبط فيهم آه ده طلع عن النسك وبيقول إن هو إحنا ممكن برضو مثلا يعني لو عايزين نشوفه طبعا أنا معرفش إيه المشكلة والمفروض لما تقولي هم يدبون يعني هو درع العرف كده أو مش مشكلة يعني الفيديو موجود بس هو عالم كبير جدا بيحذر بيحذر اسمه إيه هو اللي هو نيك رولر أو كده ده بيحذر إن ده كان جاء سين أن برضو وعلماء كبار يعني أنا جايب النماذج هو بيقول إيه بيحذر هو بيحذر إن أمريكا بتعد منذ زمن طويل لخديعة غزو فضائي وبيأكد حاجات هنقولها برضو النهاردة إن تم خداع العالم بهذه الكائنات الفضائية وتم خداع العالم ببرنامج الفضاء وما يتم به معتم تماما على العالم وإن أصلا يعني ده هنفتحهم برضو في كلامنا النهاردة إن موضوع الهبوط على القمر حاصل من الأربعينات موضوع الهبوط على المريخ حاصل من الستينات ودي حقيقة على فترة فهو بيرسك كلام ده وإن تم التعتيم تماما على الموضوع ده لعمل خديعة الغزو الفضائي زاد إنهم طول الفترة دي عما يستفيدوا بالتبادل التقنيات الحديثة زي ما إحنا كلمنا فيها المرة فاتت وهنكملها النهاردة إن شاء الله وعلى أي حال الديات برضو دي نمازج يعني بس في وجود يعني فيه جيمس كاميرون فيه بقى طب عايزين نبقى نحط الحدادة دي من فضلك ونقول هنا وعمري يحطها برضو كل حدادة تحطي على الصفحة بحيث أي حد عايز يشوف طب برضو أنا عايز أطلبها من حضرتك يعني أنا مثلا كل التفاصيل دي وحتى في الحلقات اللي فاتت اللي الناس كتت طلبها أنا لقيت مثلا في موضوع السيطرة على قوله فيما بعدها فيه متين لينك مهمين جدا للناس وكتب وكذا 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 فأنا مش عارفة هل ده يعني أنا كنت محترى هل ده ممكن يجي مثلا في بوست ولا تتعمل صفحة مؤقتة تابع لصفحة حضرتك تابع لصفحة برنامج عشان كتير كتير ومهم الناس تشوفوا أنا حتى في الموضوع ده عايز أحطولهم بالكامل وخلاص هنعمل هنعمل الصفحة دي في البرنامج للحلقات بتاع دكتورا مايا صبح ديت وتحط عليها الحلقات وتحط عليها كل اللينكات خلاص كده إنه في حاجات مهمة وفيه كتب مهمة وفيه مواقع أساسية وعشان العايز يخش ياره بقى ويشوف كلام ده وفيديوهات مهمة جدا طيب خلاص يبا هنعمل ديت إن شاء الله أتمنى أن نعمل ده لأننا يمكن هاب بيقول لي أريد ما دكتور أريد تجميع الحلقات المصورة مع دكتورا مايا صبح وعلى موقع خاص بها لأنها موضوعات هاب جدا وحققية ونحن نقوم بالبحث من سنوات عن المراجع تساعدنا في تنوير عقول الناس أنا عندي كل المراجع من ما يعيشونا فيه من ظلم وتحكم من أبناء المسونية كل الحالة دي هنحطها هنعمل للصفحة ديت أو هنعمل هذا الكلام إن شاء الله بإذن الله يعني على أول أسبوع ديت أنا بعتذلهم لأن أنا فعلا مجمعي الحاجة بس لقيت أنه صعب جدا أنا تتحطف بوسط يعني فيه حاجات مثلا محتاجة 200 لينك كلهم مهمين جدا والعايز يختار بينهم أو مثلا مواضيع مهمة جدا فعشان كده أنا بعتذر يعني إن شاء الله لما إيه وأن الأسبوع إحنا نعملها كتاب بإذن الله طيب نتكلم بقى دلوقتي عشان إحنا عايزين نخش على قاعد الجوفة أرضية يعني هل أنت في نقصك حاجة عشان تخش لنا على قاعد الجوفة أرضية ده في اللزء من أيوة القاعد الجوفة أرضية يعني إحنا ابتدنا فيها المرة اللي فاتت لما تكلمنا على برنامج هتلر وباختصار يعني عشان ناس اللي هي ما تبعدش أو ما شافتش الحلقة من الأول إحنا قلنا أصلا إن كان فيه قبل وجود النازية كان فيه مجموعة من الخاصة جدا من جمع العلماء والقاعدة العسكريين كانت في ألمانيا قبل إنشاء النازية كان اسمها مجموعة فيرال والمجموعة ديت باختصار يعني وصلت للتعامل مع جنس من الأجنس اللي تسكن جو في الأرض ونتكلم على الجنس ده بس اسمه الرماديين أو الجريز تعاملت مع الجنس دوت وعرفوا أن هم ياخدوا منه بعض التقنيات الحديثة وهذه المجموعة هي اللي اختارت هتلر لزعامة ألمانيا والكائنات دي أو الجريز اعتقدوا أن هم من خلال ألمانيا يمكن أن يسيطروا على العالم لكن التعاون ده كان في فترة وليلة جدا قبل نهاية الحرب العالمية التانية فكانت لسه ما وصلتش التقنيات يعني هم نطوا سبقوا العالم بحوالي من 80 لـ 100 سنة في التقنيات يعني ألمانيا زي ما شفنا في فيديو اللي فات لو عايزين نعيده بس عشان نكمل الكلامنا النهاردة إن ألمانيا وصلت الطائرات بدون طيار وصناعت الأطباق الطائرة ألمانيا صناعت الأطباق الطائرة واستخدمتها باستخدمتها استخدام تجريبي في نهاية الحرب العالمية التانية والكلام ده موسق وليس ضربا من الخيال ده موسق بالوسائق بتاعته بالتركيب بتاع الموتورات بتاعة الأطباق بنوعية المعادل المستخدمة بالتيم الكامل بتاع العلماء اللي اشتغلوا فيها كان من أهمهم عالم اسمه بيكتر شبرجر العالم دوت عالم مشهور وأبحاثه موسقة وهو عمل على تقنية الأطباق الطائرة واللي هي بتستخدم مضاد للقوة الجذب بتاعة الأرض يعني احنا عندنا الجذبية أرضية هنتكلم إزاي محرك الطبق الطائر ده بيعمل حاجة اسمها قوة الفورتكس أو القوة الدوامية قوة دوامية دي بتعمل نوع من المجالات المغناطسية بنبضة عالي جدا بتضاد قوة الجذبية فتتحرر هي من الجذبية زائد بقى حاجات هنتكلم فيها برضو إزاي الجسم بتاع الطبق ده بيستخدم يعني بيستحمل العزم العالي وبالسرعة العالية لأن احنا زي ما قلنا بتوصل سرعته في المتوسط لتلات تلاف على فكرة هي تلات تلاف ميل في الثانية مش كيلو متر تلاف ميل في الثانية في الثانية آه فدي سرعة عالية جدا لازم جسم الطبق يبقى والداخلي والخارجي مستحمل العزم الكامل دو وهنقول الموتور هنتكلم برضو في حاجة في الموتور بتاعه خاصة يعني والحاجة دي موجودة من زمن المهمة عندنا إن ألمانيا صناعت الأطباق الطائرة بالفعل وجبنا ده كله بالصور والأفليم وكل حاجة وإن هي استخدمتها في آخر الحرب العالمية التانية وفعلا الكلام ده موسق حتى في الجرائد الأمريكية موسق عنده قوات الحلفاء قبل هزمتها على طول فلما تمت هزمتها لأنه ما كانوش لسه استخدموها في ال كناحية عسكرية بما يكفي لما هزمت أول حاجة أخذها قوات الحلفاء وخاصة أمريكا إن هي أسست في صحراء نيفادا المنطقة وهم لموا العلماء بقوا لموا كل الورق وكل حرد لموا كلها النقطة بقى اللي كان بيعمل في برنامج الفضاء النزي كم كبير جدا من العلماء أمريكا والحلفاء اتفقوا كمان سرا على إن هذا يعني التعاون يبقى قيد السرية البحثة في القواعد الأمريكية اللي عملتها تحت الأرض ومالوش علاقة بالسياسات الدول في الخارج كان فيها عملية كبيرة جدا ومشهورة اسمها بيبر كليب العملية دي قامت بيها المخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية للم كل العلماء وكل ما يتعلق ببرنامج الفضاء الألماني وكانت ألمانيا مصنعة سبع أنواع من الأطباق الطائرة كان أهمهم اللي هو موديل اسمه فيريل على اسم قوة فيريل وموديل اسمه هانيبو كان من ضمنهم بقى الموديل واحد واثنين تراتة بيختلفوا في بعض حاجات وموديل اسمه هانيبو برضو هانيبو واحد وهاانيبو اثنين زي أن حتى شركة بي أم دابليو دخلت في تصنيع الأطباق الطائرة في آخر الحجبة النازية وهم عندنا أنه عملية بيبر كليب دي راح تواخده كل ما يتعلق ببرنامج الفضاء الألماني وأخدته على القواعد الجوفة الأرضية اللي هم كانوا أول ما أنشأوا فيها قاعدة اللي في منطقة المنطقة اسمها منطقة 51 ومنطقة 51 دي في صحراء نيفيدا المناطق الرئيسية اللي كان بيتم فيها تجارب على القوة التسليحية الجديدة بتاعت أمريكا زي تجارب النووية تجارب بدايات يعني الصواريخ بدايات الحاجات الحربية وكده عملوا قاعدة عظيمة جدا جواوا في أرضية في المنطقة 51 وابتدوا أخدوا بقى كل مش بس العلماء كل ما يتعلق يعني كل الأطباء بتاعت دي المنطقة 51 من فوق في لها برضو منطقة 51 برضو فحتى لو نلاحظ منطقة 51 من فوق معمولة على شكل النجمة اللي هي سوداسية داخل دائرة ودي أحد رموز الماسونية وكأنه جواها عين فدي المنطقة اللي هي يعني خاصة يعني بتبين وها نشرح ده إزاي المتنورين مسيطرين على المنطقة دي مهم منه هم بقى بعد يعني باختصار شديد برضو الكلام اللي احنا شرحناه عشان الناس تبقى معينا بعد ما أخدوا كل ما يتعلق وأخدوا بقى الأطباق الطائرة وكلها وكل تصميماتها وتصميماتها برضو عرضناها والكلام ده كله مهم لما عارفوا إن هم كانوا بيتبدلوا التقنية دي مع الرماديين أو جنس الرماديين الأمريكاني عارفوا إن الألمان كانوا بيتعاملوا مع الدنس آخر اللي هو في جوف الأرض زائد إن لقوا برضو من ضمن الحاجات اللي خدوها خرائط جوف الأرض بتاعت هتلر فعارفوا إن أساس وعارفوا برضو من الحاجات اللي وسائل كده إنهم كانوا بيتعاملوا مع كائنات أعلى تقنية والكائنات دي ممكن الاتصال بيها عن طريق جوف الأرض وتتبعوا بقى موضوع الفتحات الأساسية بتاعت جوف الأرض اللي هي موجودة مثلا في القطب الشمالي يعني فيه في القطب الشمالي وفيه في القطب الجنوبي فتحات كبيرة جدا من ضمنها مثلا فتحة القطب الجنوبي اللي هي في أنترتاكيا دي ربعمائة كيلو القطر بتاعتها طبعا زي ما قلنا هم يحطوا الموضوع ده قيد السرية التامة وأصروا على صحب كل حاجة بحيث أن العالم يعتم عليه تماما يعتم عليه تماما هذا البرنامج وينسوا الموضوع ده تماما منذ هذا الوقت بعتوا بعتوا زي ما قلنا رحلة يعني ابتدوا حاجة اسمها المشروع الأحمر ده كان مشروع كبير جدا لاكتشاف المدن اللي موجودة في كوف الأرض وكان يعني المشروع الأحمر ده ضامم تحتيه كذا ملف وبيقوده كذا بعثات عسكرية ومعها علماء وكذا من أهم هذي البعثات عملية اسمها هاي جامب أو القفزة العالية دي كانت بقيادة جينرال اسمه ريتشورد بيرد ريتشورد بيرد فعلا اكتشف المنطقة بتاعت أنتارتاكيا والفتحة بتاعت جو في الأرض ونزل ووصق أن الأرض فعلا مجوافة وبيها كائنات وتقابل مع نوع بس هو ما تقابلش مع الجريز هو تقابل مع نوع هنتكلم عنه اسمه النورديكس أو الشمالين والشمالين بلغوا رسالة هم شمالين دول من الحاجات الشيطانية الكافرة يعني ونشوف الليه هم قريبين من الأرض ومؤمنين برضو بالله وأنه هما ضد برضو المخطط الشيطاني وضد عبادة الشيطان وكذا المهم من إيه أهم حاجة في موضوع ريتشورد بيرد إنه هو وصق إن الأرض مجوافة وبرضو المذكرات بتاعته الرسمية طبعا بيشيلوها بتاع بس أنا بنحطها على مواقع يعني مش متحكم فيها إن هم يشيلوها وممكن أدهلهم بالكامل والفيديوهات بتاعته ممكن برضو أدهلهم بالكامل مهم من كل الكلام ده مواصق إنه هو وصق فتحات جو في الأرض ووصق تعامله مع كائنات جو في الأرض وحتى لو خرائط هو خاصة بيه كمان في دخوله وفي كذا وفي كذا زائد إنه هو تم في هذا المشروع رصد حوالي 129 مدينة جو في الأرضين كان من أكبرهم كما وصفها أو اللي هو اللي نزل فيها ويعني وأعجب بيها جدا آه دي دي الخريطة اللي هي بتاعت جو في الأرض طبعا المدينة المكتوبة عليها دي اللي هي أجارسيا دي من أكبر مدن جو في الأرض في مدن أخرى زي مدينة ريمبو أو قزقزح في عالم كامل جو في أرض وفي شمس جو في أرضية وفي كذا وهنتكلم على عالم جو في الأرض ده كله وإيه الكائنات اللي فيه وإن هي أصلا ديات موجودة في الدين الإسلامي ومذكورة في الدين الإسلامي لكن إحنا لم نبحث بما يكفي أو نتعلم أو عطم علينا فعلينا إن إحنا قبل ما نرفض أو قبل ما يعني ما نبادر بالرفض أو نقول لا دي مذكورة ومذكورة في القرآن ومذكورة في الأحاديث ومذكورة في في أقوال علماء المسلمين وكمان أكتر من كده يعني فيه الخليفة العباسي اللي هو المقتدر بالله بعت رحالة ياسمه ابن فضلان للاستبيان يعني هو بعته الأول لبلاد السقالبة عشان يدعو الإستبيان فابن فضلان وهو في بلاد السقالبة عرف يعني اللي هي بلاد القوقاز عرف ان فيه في الشمال فتحات بيخرج منها جنس عملاق جدا وشاف الجنس دوت وقال ان ده عمره ملايين السنين يعني عمره يفوق عمر الانسان وكتب عنه في كتابه اللي هو رسالة ابن فضان والكتاب ده موجود وعلى فكرة ابن فضان هو الكتاب الكبير بتاعه ده اللي هو رسالة ابن فضان شرح لانه كان رحاله هو اللي شرح كمان يعني طباع الشعوب والعالم وهو على فكرة اللي جي في الفيلم اللي هو المشهور بتاع المحارب 13 هو ده ابن فضان دي من قصة ابن فضان بس طبعا شالوا منها تعاملوا مع جوف الأرض يعني خدوا منها جزئية بس اللي هو كان في أوروبا لان الشعب الأوروبي نفسه بيرجع لكتاب رسالة ابن فضان اللي استدال على ماضي وعلى حال الشعوب وكذا فهو ذكر حكاية جوف الأرض وهنقول كمان كان كاتب ايه وكذا وشرح انه هو قابل مع العملكة وكذا بس قبل ما نخشف موضوع جوف الأرض عايزين بسرعة كده نقول بعض الأدلة الدينية عشان نفكر الناس ان الموضوع مش بعيد عن الدين اه لأ الموضوع موجود في الدين وبعدين كان فيه مع احترامي بس حضرك هتعرضني بس عايزة أقول لحضرك حاجة عشان دي حاجة دايقتني لا ما أنا هقول لحضرك بعد الفاصل هقول لحضرك حاجة بس عشان كان فيه حد ذكر المرة اللي فات لما جيت أقول عن ابن عباس كلمة قال إن أقول ابن عباس من الإسرائيلية ابن عباس بحر العلم وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعني تقال فيه يعني كلام اللي هو حبر الأمة وفقهها وإمام التفسير وترجمان القرآن يعني اللي يعرف قدر ابن عباس دوت نعظم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن عمه العباس ابن عباس ده كان يعني يعني عالم علم الوحده فحاجة غير مكبولة من حد يقول إن ابن عباس من الإسرائيلية دون البحث من هو ابن عباس مهم نقول بعد أدلة بعد الفاصل بص يا دكتور عشان فيه سيل الرسائل ابتدى يوصل وحنيني للرسائل بس بعد حضرتك ما تكلمينا إن كل ما يدور أو كل ما حضركك تكلمي فيه هو أصلا كل ما وجود في القرآن وفي السنة وفي الأحاديث وفي الأقوال بتاعة الصحابة كلها وبعين مدلل دينيا هنقول يعني بسرعة عشان الوقت برضو مثلا ربنا سبحانه وتعالى ما قال في سلطة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات انطباقا ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير يتنزل الأمر بينهن معنا أن يتنزل أمر يتنزل وبعدين الأمر معرفة يعني الأمر الواحد يتنزل بينهن الآية كان بتاعت في سلطلق ومن آياتي قال الله تعالى سورة طلق الآية 12 الآية 12 وبعدين قال تعالى ومن آياتي خلقه السماوات والأرض وما بس فيهما من داب الداب وهو على جميعهم إذا يشاء قدير الداب هي كل ما يدب وعدوا لهم ما استطعتم من قراراته ومن آياتي خلق السماوات والأرض ومن آياتي خلق السماوات والأرض وما بس فيهما من داب وهو على جميعهم إذا يشاء قدير ما بس فيهما دي تدل على أن السماوات والأرضين بهما ما يأمل هو الداب كل ما يدب على الأرض مثلا ربنا سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدواكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم طبعا الناس مثلا هتقول دول المنفقين اللي كانوا وراء كذا لا لا لأنكم لا تعلمونهم الله يعلم لم تكونوا تعلمونهم الله يعلم الان الفائنات اللي حضرك بتكلم عنها ربنا سبحانه وتعالى تسبحوا له السماوات والأرض ومن فيهن مما يعني أن السماوات والأرض فيه مثلا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما عرادة الوجوه كأن عينهم حطقة الجراد يعني حطقة الجراد يعني زي عيون الجراد حطقة الجراد كان فيه صورة بس يعني نمقرنا بين ما تم تصويره من الجريز اللي هم الأليونز الرماديين وبين الجراد يعني ريت عبال بس ما يجيب الصورة هنشوف برضو أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام وبعين أنا عايزة أقول برضو على حاجة هي مش مجال فاتحه هي ديات الله آه كان عيونهم حطقة الجراد طبعا الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام كان عيونهم حطقة الجراد طبعا فيه حاجات كتير جدا بس أنا يعني عايزة أختصر أن مثلا عن سيدنا بن مسعود صحابي الجليل ويراهوا الأرضين قال الأرضين السبح وبعد وما بينهن وكسافت كل واحدة منهن خمسمائة عين ولو حديث آخر ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقابة أرض فلاه هو ده اللي برضو ابن مسعود سيدنا بن عباس في قول على سبع سماوات من الأرض مثلهم قال لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تجذيبكم بها وده قالوا طبعا يعني أنا عندي كم رغيب تاني تاني الحديث بتاع المقولة بتاعت سيدنا بن عباس قال لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تجذيبكم بها هو على الأرضين السبع لأنه ما كانوش لسه عقولهم تستوعب وإحنا عقولنا غدت حتى متصور مش عقولهم إحنا دلوقتي غد دلوقتي ما محدش متصور لأ يا مشكلة كمان اللي إحنا هنتكلم عليهم من الأجناس دي وإيه طبعتهم برضو عن ابن عباس برضو قال في هذه الآية قال في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق في كل أرض منه يعني هم أمم كثيرة وبرضو في أكثر من حاجة هنشوف برضو ابن كسير أي سبعا أي سبعا أيضا من الأراضي على الأرضين السبع من ظل مكايد ده شبر من الأرض تواقق الله من سبع أرضين وفي صحيح البخاري خسف به إلى سبع أرضين وقال في ده من حمل ذلك على أنها سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة ولكنها أرضين طوابق وأغرق في النزع ومن قالي أنها أقاليم قد أغرق في النزع وخلف القرآن طيب دكتورة ممكن نحط الحداد دي بقى بتفصيل عشان حضرتك ايه دلقتي نحطها بتفصيل برضو على الموقع كلها كل الحداد لأنها كم كبير جدا طيب خلص نحطها بس عشان بس هناك حديث للرسول الله عليه الصلاة والسلام قال الرسول الله عليه الصلاة والسلام ودوات يعني في كتب كثيرة جدا نزلوا اسمها طيب الخيوط الخفية الصفحة تبقى الخيوط الخفية المسونية تنزلي اللينك بتاعها وتنزليها دولاتي تعملها وتنزليها وحيبقى الرزق منها كل ما هو لقب الدين ومواضيع اللي قبل كده وكل كل 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 ما هو حد عزير على أي حال وحتى مواضيع اللي كانوا طلبينها بتاع السيطرة على كل كلها كلها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يأجوج أمة ومأجوج أمة وكل أمة أربعمائة ألف أمة لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف عين تطرف بين يديه من صلبه قال قلت يا رسول الله صف لنا يأجوج ومأجوج قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هم ثلاثة أصناف صنف منهم أمثال الأرض الطوال عشرون ومائة دراع في ماء في ماء وعشرين دراع وهم الذين لا يقوموا لهم الحديد وصنف آخر منهم طوله وعرضه سواء وصنف يفترش أذني ده هنتكلم على الأصناف دي بس أنا عايز أقول للناس أن مقولة أن جوف الأرض هم يأجوج ومأجوج دي جاية من كثرة يأجوج ومأجوج ولكن ليسوا هم العامة بتوع جوف الأرض يأجوج ومأجوج لكن أطلق على الكثرة وفيه برضو هنا برضو هنزلكوا كذا حاجة من أقوال الصحابة من أقوال كذا بتدل على أن يأجوج ومأجوج ليست أمة واحدة ولكنها أمم متعددة كانوا يعنوا بهم كائنات جوف الأرض لكن يأجوج ومأجوج من الأمم الكافرة وبرضو فيه حديث مهم جدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث ده يا جماعة ما حدش يعني اللي يقول ده نجاي بكل أسانيده وكل الكتب بتاعته يعني اللي بتثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعصال الله تعالى في راحة الإسراء والمعراج إلى أمم وأقوام جوا في الأرض وده طبعا عندي كل الأسانيد وكل الكتب اللي جاي فيها الحديث عن عي كريمة عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال بعثني الله تعالى حين أسرى بإلى يأجوج ومأجوج فدعوتهم إلى دين الله وإلى عبادته فأبوا أن يجيبوني فهم في النار مع منعصى من ولدي إبليس الحديث ده يعني مش من مصدر واحدة أنا عندي كل الكتب اللي جايبة أسانيده كلها في تليفون في تليفون من إنا يعني في نفس الموضوع مساء الخيئة يا سيد محمود أهلا يا سيد براهيم إزايك الحمد لله أهلا بتكلم معك أنا من إنا أهلا وسهلا الكلام اللي بتقوله الدكتور ده كلام ألمي وكلام موسطق في القرآن الكريم يعني بس هو إنا بعض الناس بتبقى غفلانة عن هذا الكلام أهلا اللي هو الخفي اللي كانت تتكلم عليه الدكتورة هو جاء في اسم القرآن باسم موسى السامري وبيسموه في الغربة حاليا باسم أنكل سامي العم سامي هو ده صاحب المخططات بكلها الصهيونية وسهب البرتكولات حكماء الصهيون وهو برضو صاحب الطبق الطائر ده بتكلم عليه الدكتورة صاحب فن وتصنيعه وكل حي من تكنونيجي حديثة هو وراء هذا كل المنظومة هو الله الخفي اللي يخطط لكل مخططات الصهيون في العالم الإسلامي وفي العالم الغربي طب دلوقتي قريبنا سبحانه وتعالي بسرط الله ذكر الكلام ده في القرآن الكريم لما سيدنا موسى بعد 40 يوم لمقاط ربه فوجد طومه عاكفين على العجل الذي له خوار فخاطب موسى السامري وقال ما أخذ بك يا سامري قال أبصرت بما لا تبصر به فخضط وخفضت من أصل الرسول فكذلك سولت لي نفسي فنبستوها فكذلك سولت لي نفسي فقال سيدنا موسى قال له فإذهر فإن لك في الحياة أن تقول لامي ساس فإن لك في الحياة أن تقول لامي ساس طيب عايز أقول بس وإن لك موعدة لك تخلفه عايز أقول الأستاذ محمود إحنا يريد بقى كل حد عنده معلومة عنده حاجة عايز يتحاور في هذا الموضوع عنده معلومات يحطها على الموضوع نحطها على الصفحة اللي النظرة ستنزل اللينك بتاعها عشان يبقى الموضوع متاح لكل ويبقى في حوار لكل إحنا كل المسألة كلها إن في حاجة بتدور حوالينا إحنا مش على علم بيها إحنا مش واخدين بالنا إيه اللي بيحصل حوالينا وإيه دي مشكلتنا من زمان مشكلة الأمة العرب من زمان إحنا في غفوة من زمان وبنحاول ربما ربما إن المحاولة بتاعتنا دي حتفتنا في حلاتك كتيرة جديدا لأن في الأول وفي الآخر سلاحنا زي ما بدينا الحلقة الوعي والإيمان نعم الصفحة هي الموجودة هي الموجودة قدم حضراتكم وإنت يا سيد محمود وكل واحد عنده أي معلومة عنده حاجة الدكتورة ستحط كل المعلومات كل الأسانيت كل المراجع كل الحاجات القرآنية والأحاديث النبوي وكل الكتب لو عايزين كاملة وكتب كاملة والحاجات لو في حاجة مترجمة كل الترجمات وكل المذكرات تاعت ريتشارد بيرد والمذكرات تاعت فليب شنايدر تاعم خلاص وكل الفيديوهات كل الفيديوهات ليه بقول الحكاية دي هتريح ليه بقى لأن هتريح حضراتكم لأن مثلا هنا الرسالة جاية هنا يا أنا يا أنا يا أنتو ما عرفش من لا لا أنتو يا سيدي ما تزعلش ولا يا سيد ما زعلش. المهم يعني أنتم بتقول لي السلام عليكم ورحمة الله إزايك يا أستاذ إبريم. أنا بقتوه والمعلومة مش بتسبت. ياريت يكون الشرح بالصور. بحس أنه في وقت كتير بيضيع في الفاضي. لما حتبها الصور موجودة والمعلومات موجودة. وإنه إحنا قريين على اللي حضراتكم مش عارفينه أن أنا أعتايها أصلا. يعني أنا أعتايها أصلا. يعني أنا أعتايها قبل الحلقة بساعتين قاعد مع الدكتورة بنتكلم. عشان هو موضوع أصلا من فوق دماغ يعني الموضوع. هي قاعدة بقى ضيعت من عمرها 20 سنة في هذا الموضوع. فهي اللي فهمها. وهي قطر المعلومات اللي عندها. يعني يعني الله يكون فعونها أن إحنا مشيين. ونتكلم في الموضوع ولا حدا فيها. كلها من وراء الدماغ. هو برضو حضرتك أقول حضرتك يعني. يعني الواحد ممكن يفضل يشرح يشرح. بس هي النقطة يعني عشان وقت الحلقة. وبيبقى في بعض إثباتات وكده. فأنا عارفة يعني أن الناس. يعني أنا عايزة ديهم مثلا الصورة العامة. من غير تقطيع عشان يفهموا إيه النقطة الأول. يعني ممكن بقى اللي هم عايزينه نفتح فيه زي هم عايزينه. بس عشان الموضوع ده مرتبط دي أكثر من. بس الأول أستاذ محمود اللي اتصل. طبعا أنا بحقيق على كلامه. كلامه طبعا صيح تماما. وفوق كده. يعني كنت لسه دلوقتي عايزين نخش نكمل اللي هو مثلا موضوع القواعد الجوفة أرضية وقواعد دولسي. ونشوف العالم فيليب شنايدر إزاي ذكر أن قاعدة دولسي بالذات اليمن أكبر قاعدة أسسية عبارة عن طبقات. في طبقات فيها لا ينفذ فيها إلا صاحب بالدرجة 33 من الماسونية اللي هم المتنورين. وذكر بنفسه. على فكرة هو ما يعرفش موضوع حكومة العالم الخفية والدجال وكده. لكن هو ذكر بيقول أن في حكومة تحت الأرض تحكم جميع الحكومات اللي فيه الأرض وتهيمن عليها. وأن هذه الحكومة يرأسها كائن له قوة خارقة. يعني هو فيليب شنايدر مش يعني ده عالم مش داخل في الإيمانيات والدجال والكلام دوت. لكن هو اللي ذكر بنفسه. في سؤال. والنعم تهيمن على المخابرات الأمريكية. الأستاذ خالد عزمي أنا باعت سؤال. هل هؤلاء المتنورين يستعينوا بالدن والشياطين. أيوا ما ده. وبالتالي هم بشر لكن شياطين إنس. يعني باعتبرهم إذا كانوا باعتبر. ويتعاونون مع أبليس لمحول عقائد. ده سؤاله. آه ما ده طبعا. يعني هم طبعا. يعني المتنورين. يعني هو قال إن قائد لهم قائد لهم خارقة. آه هو كان. هو طبعا أصدع الدجال. وفعلا الدجال يعني هنفرد له موضوع آخر عشان ناس يعني ما تشتتش. بس هو الدجال هو اللي لازي يرؤس الحكومة الخافية. والحكومة الخافية هي التي ترؤس الحكومات اللي على وجه العالم. الحكومة الخافية دي اللي هي من المتنورين اللي احنا تكلمنا عليها هي اللي بترؤس الحكومات. ولا هم بتصال ولا هم حاجات كثيرة جدا. آه. ولهم سيطرة على فكرة على أجهزة المخابرات الأسية زي المخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية. آه الكلام ده دلله فليب شنيدر بالنص. يعني هو مش مش زينا يعني لو هو مؤمن وعارف يعني يعني إيه دجال والكلام ده بس دلله بالنص. نعترأس حكومة مهيمنة. وهذا المخلوق اللي بيرأسها له قوة خارقة. سؤال طبعا بتاع الأستاذ عزمي. آه. طبعا ده اللي احنا بنتكلم فيه من الأول. إن آه. الناس دي هي صاحبة المخطط الشيطان الأساسي. أو هم حزب الشيطان اللي ربنا تحدث عليهم. وإحنا دلوقت في المراحل الأخيرة. فطبعا اللي هو بيستعجل المخطط الأخير آه. آه. هي طبعا الحكومة دي بتستعين. وعلى فكرة برضو لما نفتح الموضوع ده هتجيب أدلة من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من القرآن. على إن هذه الحكومة تستخدم الشياطين وتستخدم الجن. وشياطين الإنس والجن. وربنا قدم شياطين الإنس على الجن برغم قوة القوة بتاعة شياطين الجن. لأن أحيانا الشيطان الإنس يفوق بكثير بعقليته وبتدبيره قدرات شياطين الجن. يعني الشياطين الجن بس هي الخوارق يعني. لكن هي النقطة بقى اللي هي الناس هتعترض عليها. عشان إحنا في دوقتي عايزين ندخل في موضوعنا قبل ما الوقت يمشي. النقطة اللي الناس هتعترض عليها إن فيه أمور تدل كتير هنفتحها إن الجن فصائل مختلفة. والجن هو ما كل ما جن عن رؤية البني آدم أو كل ما حجب عن رؤية بني آدم. لا البني آدم ما شوفوش. هو بيشوف البني آدم بس عشان سواء. مش مش شرط بس عشان زبزبته اللي احنا قلناها. يعني احنا برضو من الحلقة اللي فاتت قلنا العالم المنظور بتاعنا يقع فيه نطاق ترددات 34 ألف لأربعة وستين ألف موجة في البوصة. موجة في البوصة. ما هو دون ذلك؟ ما هو فوق ذلك؟ لا نراه. يعتبر من الممر إياه. هم زبزباتهم بقى في الجنبية دولة. لكن كل كل شيء في الكون عبارة عن طاقة. ما يجعله لنا صلبا سائلا غازيا. احنا بنشوف نفسنا احنا كذا عشان بيقع في هذه الترددات. هم لهم علامهم لهم عدنهم ولهم لبسهم ولهم أدواتهم احنا ما بنشوفهمش. لكن في بعض أجنيس من الجن. يعني أنا جدلت ناس كتير على أنواعنا. هنتكلم عنها دلوقتي لهم الجريس دول. إيه الجريس دول؟ طب ليه ربنا؟ قال بس الإنس والجن هم السقلين. هم المكلفين. لأن أنا شايفة إن الجريس دول هم أنواع من الجن. لكن الجن فصيل من الجن. الجن فصائل متعددة. منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. ومنها ما هو مرء ومنها ما لا هو مرء. ومنها ما هو كافر. اه. وهم طرائق كده دان. يعني في منهم مسلمين. في منهم أصحاب زمة. في منهم أصحاب كتاب. وفي منهم بقى درجات من الكفر. وفي درجات عاتية جدا من الكفر. المرضة بقى والبتالي. اه. المرضة والشياطين. الأسوأ بقى من المرضة اللي احنا نتكلم عليه. هم بعض الأجناس بقى اللي هتخص موضوعنا اللي هم بيعملوا على استجلابه. ليه زي الجريس وزي حاجة اسمها الريبتاليينز أو الزواحي. يعني هما دول بقى عايزين هما دول يبايدوندهم في المعارقة القادمة. اه. يعني حرب الجاية عايزين يخدوهم. النقطة بس عشان يعني نكمل على موضوعنا قبل ما يفعل سواء. ربنا ندع الكلام الخفيف عليهم ولا يقولنا ان هو تبقى مصير بسودة. احنا لازم نعرف دول يعني دول طبيعتهم ايه قبل ما نرفض. دول كذا لان دي حاجات موثقة. وممكن نفتح فيها كتير جدا. بس عشان الناس تبقى عارفة ان الحاجات دي موجودة بيتم استجلابها من زمن وموجودة وتم الدراستها. النقطة طبعا زي ما قلنا على جوف الارض. جوف الارض يحتوي اجنيس متعددة. اللي رسوع السادس اللي نتكلم عليهم اللي هم اطولهم مثل شجر الارض او اللي هم عملكة جدا. دول فعلا اسمهم جنس العملكة. ممكن عشان الوقت بس اجري انا معي الصور ومعي الحاجات بس عشان اجري عشان الناس تفهموا. ولو في دلوقت هنفتح فيديوهات. فيه جنس اللي هم الرسوع السادس. هينازل لو الصور وحنا بنتكلم. وانت بتعطلها ليه هو ما هو الاعلاقة. ويعاب يعمل ايه يعني روب. ممكن من كائنات جاء في الارض. كائنات جاء في الارض. فيه مثلا النوع اللي هو اللي يتكلم الرسوع السلام والصحابة عليه. اللي هو اللي ازنه بيفترش ازنه. ده فعلا موسط كمان برا اسمه البنوتل. اسمه البنوتل. واسمه. هو فيه صور تانية في كائنات جاء في الارض. فيه صور تانية. اللي هي جامعة الكائنات جاء في الارض. موم يعني فالبنوتل دول. طيب ناخد تليفون برضو من سوهير لحد بيدخل. اساس محمود من سوهير. بسيخير اساس محمود. اهلا بيك يا فن. اهلا بيك يا فن. الحمد لله تفضل. بالنسبة اللي اتكلم فيه الدكتورة مية الصبحي. متواجدين. علي صوتك يتعللنا الصوت هنا. ماشي بغلك. لا الصوت اللي عندك يا باشي. لا ايه في. وط التلفزيون عندك عم حمود النبي. انا وط خالص التلفزيون. بالنسبة اللي اتكلم فيه الدكتورة مية الصبحي يا استاذ إبرهيم. سمعني انت كده. اتفضل. ايوة. اه دكتورة. اتفضل يا دكتور. يا عم حمود. اتفضل يا عم حمود. انت عايز تقول ايه. انا بقول الدكتورة مية. بالنسبة للفتحات الموجودة في الهرم. دي فتحة أساسا. مش هجر ان شاء الله يوصلوا لها. بأمر الله مش هجر يوصلوا لها. لاني معمولة برأس فلكي فراعوني. من القدمة المصريين. وبالنسبة فيه فتحة في اسكندرية. مخارجوا منها ناس. الناس الفتحة اللي بتتكلم عليها. وتلبسوا على السيدة هناك. واتكلمت معهم. تاني 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 تاني. تاني عم حمود استاني. انت بتولي كيلة فتحة ايه تاني. فتحة في اسكندرية. اه. ايوة صح صح. بيخرجوا منها وبتلبسوا على سيدات هناك وناس كثيرة. واتكلموا انجليزي. انا استحضرتهم على جسادة. واتكلموا انجليزي. واتكلموا مع انجليزي. والروحانيات اساسا انا مبعبش انجليزي. كلمة واحدة انجليزة. وبعرفهاش. فالروحانيات قالك اتكلم معهم. لما نعرف سرهم فتعرف سرهم. وحاليا موجودين في اسكندرية. واساسا في سرهم هنا. ظهرت نسخة لمسيخ الجدال. ظهرت نسخة لمسيخ الجدال في قرية في سرهم. وتلبست على واحد كانت موته خالص. نسخة بعين واحدة. ودخل. ودخل. احنا بس دلوقتي انا عايز اقول. عشان خاطر ما اندخلتش حالات في حالاتي عن محمود. وما اندخلتش ممكن في حالات. يعني ما تراها انت. يعني ما نحكيش حكاة عنك حد. ما رأيته انت هو الذي نتكلم عنه. اللي انت شفته بعينيه. بخصوص فتحة الهرم الاكبر. فتحة الهرم الاكبر موجودة فعلا. بس هي بيدخلها من حاجة اسماء البير السري. والناس للوقت العلماء الاثارة عارفين البير السري. ومهمل من زمانه مقفول وكذا. لكن حصل ان اليستر كراول اللي احنا كلمنا عليه. من فترة اللي كان عمل عبادة الشيطان في الاربعينيات. واسسها وعمل كتاب القانون. هو دخل للهرم الاكبر. ونفذ من الفتحة ديه. نفذ للجريس فعلا. واللي كتاب له كتاب القانون. كان اتصاله مع حد ادعى ان هو قيادة عظمى في جماعة الرماديين. فده يدول ان هما اصلا يعني هما شياطين عبدين للشيطان. هو اصلا لما تقابل لستر كراولي داخل جوه الهرم بالفعل. بس ده كان في الاربعينيات. الفتحة ديه ما بيدخلهاش من جوه الهرم. بيدخلها من حاجة اسمها البير السري. والبير السري ده موجود بالفعل. ومهمل. فيه فعلا فتحة عند اسكندرية. وفيه فعلا فتحة عند اتفو. بين اتفو وبين حاجة تانية ان ممكن اجيبها بالزبط. فيه اكثر من فتحة في مصر. وفي العالم. يعني فيه في شمال الهند. فيه واحدة في ايران. فيه واحدة في ليبيا. بين ليبيا والجزائر عندك خوف تسلي فيه واحدة هناك. فيه في امريكا الجنوبية. فيه فتحات كثيرة جدا يعني. ممكن نفتح لها كمان موضوع. لما نيجي نتكلم على الاهرامات اللي حوالي العالم. فالنقطة بس عشان ايه نمشي بسرعة فيها. كائنات جوا في الارض. مثلا اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو الأزني يفترش بهم الارض. ده موصف كمان حتى في أوروبا اسمه البنوتي او البنوتل. وهو أصل القطيين. يعني احنا بنسمع القطيين. أصل القطيين هم البنوتل. وهما عارفين كويس جدا ان هي كانت كائنات جوا في أرضية. لان كان فيه زمن فات كانوا بيتعاملوا مع الكائنات الجوا في أرضية. ومدن جوا في الأرض بطريعة دي جدا. وحتى وصقوا مدينة أجارسيا. ومصرين وصقوا طيبة الصفلة. ومدينة دوات. وحتى عملوا النقاكر. اه. يعني اللي هو اللي على الجنب ده. اللي على الجنب اليمين اللي هو ودنه طويلة. هما دول من أحد صور القطيين او البنوتل. البنوتل اللي هما الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عنهم يبترش أذنيه. الهايك العظمية اللي لقوها. وقالوا دي بتاعت قوما عد. والناس طبعا ردت. يعني متمره إن شاء الله هنفتح الموضوع ده. الناس اللي قالت قوما عد بونات الأهرام. الكلام ده أي كلام. الكلام ده خاطئ تماما. والأصل الهايك العظمية دي. لقوها في كذا حتة مقاربة للشميل. في سايبيريا وفي أكثر من حتة. يعني مقاربة للشميل. وده شعوب العمليق دي من سكان جو في الأرض. ودول برضو اللي وثقهم ابن فضلان. يعني حتى قال بالنص في رحلة ابن فضلان. كان سفير للخليفة العباسي المقتدر باللام بغداد لبلاد الكوكاز اللي دعت سقالبة. وهو وثق لقاء أمكينات جو في الأرض. وبالعملقة بالذات. وقال إن أمه بيخرجوا من فتحة الشميل بجو في الأرض. وقال إن البلاد اللي تحت دي هي بلاد يجوج ومجوج. وإن هي خلف بلاد السقالبة بستة أشهر من خلف مدينة ويسو. والبحر في الشمال فاصل بينهم. هم بيخرجوا من الأرض من بحر الشمال. فهو كان قصده على فتحة القد الشمال. وطبعا غير كده خرائط الإدريسي وخرائط القزويني. واتكلم عليهم الدكتور مصطفى محمود. بس مفيش داعي دلوقتي الفيديو عشان الوقت. المؤمنة نيجي بقى أهم حاجة في دول إيه؟ يعني أهم حاجة في الأجناس جنسين من أصل فضائي. الجنسين اللي هم أخطر الأجناس دي جنسين من أصل فضائي. وهما يعتبروا من قاعة أنواع الشياطين. اللي هم جنس الرمديين لكن اللي عفوقهم بقى جنس اسمه الزواحف أو الربتالينز. الرمديين دول باختصار عشان يعني عشان نفهم هم موجودين ليه في جوف الأرض وليه أصلهم فضائي. أن الربتالينز دول بيسكنوا حتة اسمها نطاق شمسي بعيد عننا اسمه ألفا دراكنيس. الربتالينز دول هنشوف يعني أشكالهم بس هم من الكائنات الغير مرئية يعني سجلتها. لا يريد صور تانية عشان ده من الحاجات اللي هي مهجنة في الزواحف. في صور تانية اتسجلت في الحضارة. في الزواحف برضو. في الزواحف. يعني الحضارات القديمة خليها بس ثواني. الحضارات القديمة وسقت وجود الربتالينز زي مثلا في أمريكا الجنوبية. هم كانوا بيحكموا في بعض حقب أو كانوا بيعتبروا آلهة في أمريكا الجنوبية. لكن هذا النوع غير مرئي غير مرئي للبشر. ونتكلم ليه؟ لأنه هم من كائنات اللي هي في البعد الرابع. البعد الرابع اللي يتخطى مجال ترددات حواسنا ورؤيتنا. فهما يعتبروا من أنواع اللي هي جنe. من أنواع الجن اللي في البعد الرابع اللي هي لا تورها بالعين المجردة. لكن ممكن استقلبها بطرق شيطانية. بتستقلب بطرق شيطانية. وبتتلبس. يعني ممكن تتلبس. ممكن تتمثل في أشكال أنذا أدامية. دي حديث حضارات. يعني دي هات الحضرات اللي سايبها الصور دي وفقاً لرؤيتها وفقاً لتصورها وهم دلوقتي فيه وثاق أنهم بيتعاملوا مع الربتاليينز وطريقة استحضارهم وكذا لكن هما كائنات غير مرئية يعني فيه كلام عنه بيحضروهم النقطة بقى ليه إحنا ذكرناهم يعني أنا عايز أقول أن الكائنات اللي من أصل فضائي فوق أو المعروفة بالنسبة لنا طبعاً لدراسات كتير ممكن نفتح فيها قوي بس اللي أنا عايز أقول أن هم 22 نوع أختارهم أو المتعلقين بالأرض هم الربتاليينز والجريز الجريز اللي هم الرماديين والربتاليينز اللي هم الزواحف يعني ممكن نجيب موقع مجرد الموقع الفا دراكنيس يعني موقع الربتاليينز وموقع الجريز من الكوكب بتاعنا برضو موجودة الخريطة وكده المهم الزواحف دول أساساً أساساً بيسكدوا نطاق اسمه ألفا دراكنيس والجريز اللي هم الجريز أو الرماديين اللي هم الحضرات اتعاملت معاهم ودلوقتي الحكومة الأمريكية بتاعهم معاهم ونشوف التقنيات اللي هم خدوها منهم الجريز دول بيسكونوا عمتاً في نطاق اسمه أوريون نطاق ده فيه كواكب مختلفة أوريون زيتا بيلتريكس يعني فيه تلات أنواع أوريون زيتا بيلتريكس مش ده المهم بالنسبة لنا لكن المهم بالنسبة لنا إيه؟ إن الزواحف يفوقوا قوة عن الرماديين الزواحف دول بيعملوا يعني هم زي الشيطين كده بيغزوا الكواكب وبيغزوا كذا وبيغزوا بيسيطروا على الشعوب وكذا 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 المشكلة إن الزواحف دول غزوا الكواكب بتاعة الرماديين جابوا لأن الزواحف دي كانت في فترة معاناة كانت بتعامل كآلهة على الأرض وبيتم استقلابها جابوا فصيل من الرماديين والرماديين مرئين بالنسبة لنا الفصيل الموجودة عندنا في جوا في الأرض ده فصيل مهجن فصيل مهجن وهنشوف في فيديوهات بعد كده تشريح وكذا أنه لا يملك ما فوش أجهزة تناسلية لا معدى ولا تناسلية ولا أي حال خلص فدول الموجودين مهجنين عشان كده لما شرحنا الاتفاقية بتاعة جريادة اللي عملتها حكومة الولايات المتحدة الرسمية مع الجريز إن يتم التبادل التقني معهم في مقابل إن الحكومة نفسها هتسلم لهم أفراد مختطفين بيجروا عليهم تجارب بياخدوا منهم حمض نووي لأن بالفترات بألاف السنين الحمض النووي بتاعهم حصل له اهتراء لأنهم بيتكسروا بالتناسل بالاستنساخ أصلا فبياخدهم الأحمد النووية ساعد بيعملوا تجارب على إيناس بيزرعوا لهم أجنة وعندهم أسلوب إنهم يفقدوا الزاكرة الوعية للأشخاص بعد إعادتها وده كان من ضمن أحد جنود اتفاقية جريادة إنهم يتم إعادة الأشخاص اللي بيتم اختطفهم لك إنهم تعدوا ده بقى كثير إحنا خلاص بأن نقفل ده عشان نخش على إحنا عادش الوقت بقى قليل اللي عندنا عندنا فاصل ووقت قليل فإحنا عاد نزيد ندخل عشان نتكلم على قواعد هنطلع فاصل ده الوقت عشان بس نتكلم بعد الفاصل هنتكلم على قواعد اللوفة أرضية ونبتدي نشوف الأنفاق بتاع دولسي ونشوف الحدد دي ونتكلم في ده طيب يا دكتورة ما عليش فيه مكالمة الأستاذة نادية أنا بتقول إنها شافت رؤية بتقول الكلام اللي بتقولي ده كله مساء خير يا أستاذة نادية ألوهم سعيد نوري فاندم تحت عمرك الفضالي يا فاندم سلام عليكم سلام ورحمة الله وبحيي حضرتك والدكتورة وكل العاملين على البرنامج وأنا فعلاً أنا أنا يعني مسدقة حضرتك لدرجة إن أنا متوترة جداً لإن أنا شوفت رؤية بس من أكتر من عشر يعني من حوالي عشرين سنة كده فيها نفس الشكل اللي حضرتك جبتين اللي هم الناس اللي هم ما لهمش يعني أعضاء ولا أي حوة خالص وكده وفعلاً شوفتهم طلعين من مكان أنا أنا استغربت يعني كنت واقفة في مكان تاني خالص ولقيتهم بيجروا يمين وشمال يعني بس ده في رؤية ولا في الواقع لأنه في ناس كتير شافتهم في الواقع يعني ده رؤية ولا في الواقع لأ في رؤية يا فاندم رؤية لأ رؤية في المنام ولا رؤية في لأ في المنام لدرجة إن أنا حكيتها وحكيتها لأحد المشايخ وكان قاعد معاه كمان نسبة إن هما بيشوفوا إذا كانت تاني بقول كدب أو صدقة أو كذا السيخ دوت دلوقتي أصبح إن هو أشهر أشهر واحد معالج بالقرآن بس أنت متأكدة إن هو كان كنت نايمة أيوة كانت لأن للأسف للأسف في ناس كتير قوي بيشوفوا لكن مفيش دراسات بتعمل زي بره بيتم حصر الناس دي وفي ناس بتقتطف على فكرة والكلام ده بيحصل عندنا في العالم العربي لكن مفيش حصر ليه طب كملي يا شازة نادية الأول تفضلي كذا مرة بحلم كذا مرة بحلم إن أنا تحت الأرض وإن فيه شجرة شجر بس حديد زي الحديد كده يعني بس لما بعم بنسى كل حاجة ودلوقتي أصبحت يعني وبعدين تعرضت لسحر غريب جدا يعني شخص عادي بيصحر الجن طبعا الناس هتقول دي بتقول كلام مش مضبوط لكن أقسم بالله إن هو بيصحر الجن في هيئة إنسان وكنت بتعمل معك في عمل يعني في شغل بس طرفته وقعدت في البيت خالق لدرجة إن هو بيقولي يعني مثلا ما كنت بابقى ماشى من بيتي من المكتب لعنده طبعا يحصل لك كده ويحصل لك كده ويحصل كده وقال لي يعني الحاجات بتحصل من سنواتي يعني لحد النهاردة بتحصل وقال لي فاكرة اللي كلمتها مش عارب شكلها إيه فاكرة اللي كانت قاعدة فين دي كذا أهي أو بوصل إيها جايبها لي قدامي يعني حاجات غريبة لدرجة يعني دلوقتي الناس اللي بتتكدم إن فيه سحر وفيه ناس زي كده مخربين في الأرض أرجو أنا بس عايز أدوى الناس إن هما يتمسكوا بالدين وبالله وكده وأنا مصدقة لحضرتك في كل اللي بتقولي ده طيب المهم إنت لما شفت الرؤية ونزلت في وحسيت في الرؤية إن كنت كأنك تحت الأرض أيوه شفت إيه بقى تحت الأرض مش فاكرة بصراحة أنا مش فاكرة اللي أنا كنت تحت الأرض مش فاكرة أي حوة حول طيب طيب صراحة طيب طيب إن إحنا هنتغلب على كل ده بإيماننا وبالقرآننا وكده إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن أتكلم بطريقة يعني لا لا ولا يهم ولا يهم شكرا يا أستاذ نادية شكرا لحضرتك أفن وأنا برضو يعني طبعا يعني مش علق يعني أساس إن هي رؤية أو كده بس عايز أقول على نقطة إن فيه ناس برة من الناس اللي تم اختطافهم وإرجاعهم بيشوفوا الموضوع على قد رؤية أو يحس إن حصلوا حاجة بس هو رجع ما مرش وقت أو كده أو إن هو يشوفوا رؤية فالناس دي لما جمعوها وبعدين تدى الناس يتيقنوا ودراساته عملوا دراساته فعملوا عليهم دراساته وعملوا عليهم تنوين مغناطيسي وعملوا عليهم رصده وحصره كده عشان يتأكدوا إن كلامهم حقيقي للأسف طبعا إحنا ما دناشتها في الوطن العربي ففي كتير مثلا ممكن يتعرضوا التجارب أو ممكن يتعرضوا الكذا لكن يخشوا إن هم يحكوها أو إن هي تدخل في نطاق الأعمال والسحر والكلام ده لكن فيه فعلا ولو حاجة حيقولوا نجد زي ما بيختطف من بره فيه بيختطف من هنا وفيه حاجات مختلفة فيه مشاهدات مختلفة وفيه ناس شافت يعني إحنا عملنا حصر لمجموعة ناس ومتعلمين جدا وده كثرة ومنهم ده كثرة جمعين وشافوا بعض كائنات وكائنات من اللهم مربتالين زلومة زواحف ودول كمان من الصعب جدا رؤيتهم إلا لو كان تم مثلا عملية اختطافة أو كذا يعني من نوع غير مرقي كمان فيه خطر جامد جدا من الربتالينز والتعامل معهم أو الزواحف إن الجنس دوت بيتغذى أساسا على طاقة السلبية ناس مثلا ممكن تستغرب يعني مثلا إحنا عندنا الجنس الجريز أو رماديين دول بيتغذوا عن طريق امتصاص المادة الغذائية بالجسم بالجلد بالجلد عندهم قدرة على امتصاص يعني اللي هو المرحوم اللي قد يعني فيه مثلا بيتم حول العالم وخاصة في أمريكا بجوار اللي هي القواعد الجوف أرضية وكذا فيه طريقة معانة بيلقوا المواشي بتاعتهم مقتولة ودايما اللسان والدم ممسوس وكذا ليه لأنه هم بيهتموا بالحاجات اللي فيها الحم طرية وفيها أغشية مخاطية وإنزيمات بيمتصوها عن طريق الجلد وبيطلعها في رئيج مشكلة الزواحف مشكلة الزواحف أنه هم يتغذوا أساسا على الطاقة السلبية وعشان كده برضو نرجع الموضوع ما ليه هم بيرسخوا الطاقة السلبية على الأرض عشان التأهيل لاستجلاب هذا النوع من الشياطين الزواحف دول يا جماعة أساسا اللي هم الزواحف لقعت أنواع الزواحف أساسا بيسكنوا زي مقولنا ألفا دراكونيس دول هم بيسموا اللي هم الفضائيين الزواحف الفضائيين النوع اللي هو بيعيش بين الأرض وبتاعه بيتم استجلابه ده اسمه او الزواحف اللي هي المتوسطة البعد اللي هي بتنتقل بين البعدين هم بيستجلبوهم يحضروهم يحضروهم يعني شغل الجن بقى بيحضروهم ودول قدراتهم تفوق الجن الرمادي الأرضي تفوق الشياطين الأرضية دول قدراتهم أعلى دول بيتغسلوا على الطاقة السلبية من الإنسان وعشان كده كتير بيتدخلوا في إحداث الحاجات طيب يعني الطاقة السلبية للفتن الحروب الشر الشر الغل الحفظ كل ما هو بعيد عندهم بقى قدرات عليها جدا أولا الجريز والزواحف اسمحوا لي أن أنا أقول ده أنا يعني الآية القرانية اللي ربنا سبحانه وتعالى بتقول إن شر الدواب عند الله الصم البكت الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وإذن لتولوا معرضين الآية دي فيها إشارة لأن القرآن برضو فيه تعميم طالما المعنى يقبل ففيه تعميم الآية دي فيها إشارة لأنهم الجريز والزواحف لأن دول بيتعاملوا عن طريق التخاطر ليس لهم ما بيتكلموش ما بيتكلموش ولا بيسمعهم الناس ما دخلوش الصم البكت من لهم الناس اللي عيني اللي ما بي آه هم عندهم قدرات عالية جدا على التخاطر مشكلة بعض زواحف لهم نتيجة لبراعتهم في أسلوب التخاطر عندهم قدرة على استفزاز الطاقات السلبية في الإنسان يعني خلوه يعمل حاجة سيئة زي الشياطين عمتا بس يدفعوه يقتل يعمل بتاعي لعمال إجرامية لأنهم بيتجزوا على ناتج هذه العمال إجرامية من الطاقات السلبية اللي بتنتج عنها يعني حالة الهائل اللي في الشارع المصري ما نستبعدش إن هم يكونوا شغالين بيولع في هذه المسائل أيه هم بيتجزوا بالأساس على الطاقة السلبية وقدرين على استفزاز الآخرين أو إحداث مثلا كوارث بحيث أن هم يتدخلوا في دول بيتجزوا على الطاقة السلبية فالنوة طبعا اللي احنا عايزين بقى نكملها بسرعة عشان الوعد نرجع لموضوعنا الجوف الأرضي أنا كنا قلنا باختصار إن نتكلمنا على أخلينا نتكلم بدل ما نشوف فيديو وبعدين نشوف في الوقت هيقضي فيديو أولا نتكلمنا على قاعد الدولسي طب ما يدي بالصورة أنت مالك ومال الصورة ما هو إيجابها طب ممكن نفتح أنفاق دولسي برضو ما هو إيجابها خليك نتكلم أصفي فيديو مهمة أوي بس لو قضعت عشان وقت دايق فهنقول إن قواعد اللي هي زي قاعد الدولسي إن فيه حوالي حاليا يعني ما يفوق على 131 قاعدة جوف أرضية حول العالم تربطهم مسارات ويعني إحنا قلنا الرئاكتور اللي هو اللي بيشتغل بالطاقة النووية ده بيدوب الأرض بحيث بيفتح أنفاق ربطة بين القواعد الجوف أرضية وإن القواعد دي ليه معمولة بالرئاكتور اللي بيدوب ده عشان تستحمل خروج أكسام هتمشي بسرعة 3000 ميل في الثانية اللي هي الأطباق الطائرة اللي هتطلع من القواعد الجوف أرضية زائد إن القواعد دي بتربطها برضو شبكة من القطارات وشبكة من السفن القطارات دي بتمشي بسرعة 2 مخ يعني 2 مخ تعدي 2400 وشوية كيلو في الساعة يعني بسرعة رهيبة جدا فيه شبكة طرق بينهم بتعدي بسرعة رهيبة جدا القطارات دي قطارات مغناطسية قطارات يعني ما بيحصلش فريكشن ما بيحصلش احتكاك بينها وبين القطار قطارات دي قطارات مغناطسية وممكن نتكلم عالتقنية بتاعتها لأنها مش عجوبة يعني الناس مثلا ممكن تسمع حاجة تقول إيه الوهم دا ممكن نتكلم عالتقنية بتاعتها ومعمولة إزاي لكن هيا النقطة إنه من أحد بقى الحاجات التقنيات اللي من زمين اتعاملت بالتعاون مع الاليينز وتصنعت ممكن نشوف مثلا حاجة اسمها مشروع أفرو مشروع أفرو دوت أمريكا انتكد فيه حاجة ياريتني نجيب الصورة اللي هي بتاعت مشروع أفرو انتكد فيه حاجة مشابهة جدا للطبق الطائر وده تعاونت مع الحكومة الكندية وكان مشروع غاية في السرية في المنطقة 51 صورة مشروع أفرو لأ مشروع أفرو مشروع أفرو ده يعني طبق طائر بالزبط تاني حاجة فيه حاجة برضو اسمها في المنطقة 51 يعني هو مشروع أفرو اللي هو فيه زي طبق الطائر كده ده عاملاء أمريكا ده فعلا ده أنتك ومن سنين تاني حاجة آه ده مشروع أفرو أنتكد فيه كذا نوع شبيهة تمام لأطبق الطائرة اللي هي تمت اللي هي مسطحة تماما فيه برضو في المنطقة في الفايل اللي هو بتاعها منطقة 51 اللي هي طائرة الأورورة والألتراسونيك يعني أنتكت برضو من ضمن التقنيات اللي تعاونت مع الكائنات الجو فأرضية كان من ضمنها مثلا في المنطقة 51 الطائرة أورورة وطائرات الألتراسونيك طائرة أورورة دي بتتمشي بمحرك برضو إلكتروماجناتك ومعاملها تقنيات إخفاء اللي احنا تكلمنا عليها في المرة اللي فاتت لما قلنا دي طائرات الألتراسونيك وفيه دي طائرة الأورورة للتحتي دي طائرة الأورورة فنقطة أن طائرة الأورورة دي فيها محرك إلكتروماجناتك عشان نفهم يعني إيه يعني الناس برضو عشان تفهم أن التقنية دي مش تقنية خارقة لكن تعتمد على أفكار معينة أن من ضمن الحاجات اللي المحركات دي بتستخدمها حاجة بسيطة اسمها السوائل المماغنطة يعني بدل ما يحطوا كويلز جوه جوه المحرك نفسه بدل ما يحطوا كويلز بيحطوا حاجة اسمها سوائل المماغنطة إيه السوائل المماغنطة دي بمنتهى البساطة هي سوائل عادية زي زيوت زي كده يعني زيوت أنواع من الماء بس بيتم حقنها بتقنية النينو بزرات وجزيئات من الحديد وأكاسيد الحديد المماغنطة فطب ده بيتم ليه أنه بنبص اللي سبحان الله أنه بعد ما بيتم حقنها بتقنية النينو بجزيئات أو زرات الحديد وأكاسيد الحديد المماغنطة بتكتسب هذه السوائل خواص المواد اللي هي في الروماجنطة أو المواد الماغنطسية بالكامل زائد أنها بتبقي على حالتها السائلة فدي طبعا بقى دي حاجة عائلة جدا احنا ممكن نشوف مثلا لقطة من الفيديو اللي هو بتاع الفروماجنطس اللي هي سوائل الماغنطة اللي هي هلموت تورس ممكن تشوف منه لقطة بس اللي سوائل الماغنطة دي بقى وقتنا خلص يعني دي بتشيل الاحتكاك بالكامل بتعمل قوة جامدة ماغنطسية بالضد بقى القوات آه تفضل أسس ماحك يعني يعني دلاتي خلاص احنا وقتنا خلص تقدري تقول لنا إيه إذا أرد ربنا وكلنا عمر اسبوع دي هنتكلم فيه عشان نكمل الموضوع يعني لو عاديني كم موضوع أنا كنت عايز أبتدي في موضوع تاني بس لو عاديني نكمل موضوع حال الموضوع ده خلص ولا ما خلصي هو ما خلصي يعني كنت عايز أتكلم على السؤال اللي تسأل كتير اللي هو بتاع الإنسان الكوني والترسيخ ممكن أقول في كلمتين يعني ما أهمعتش لأنه إحنا دلعا في الوقت الضايع طب أوكي طب أنتوا تحبوا يعني أنا هو فيه موضوع تاني كبير خلاص هتتحبوا نكمل موضوع ولن نتكلم في موضوع تاني لا لا أي إن كانت الأمور حنحط على الصفحة الكلام ده بقى إحنا حنحط على الصفحة للسادة المشاهدين يعني في أكثر موضوع مهم خلاص نحنحط في هذا حنكمل في الموضوع وفي السلسلة ويبقى الحلقة الجاية حيطب أسئلة أكثر أسئلة من السادة المشاهدين طب عشان حضرتك تجاوب عليها وكل واحد عنده صفصار تتضر جاوب عليها دكتورة مياه أشكركم لغاية الأسبوع الجاية إن شاء الله حنلتقي بس عايز أصلح حدها صغيرة هنا الآية لدكتورة الصورة لغاية الدكتورة مياه لسورة الأنفال الآية 23 بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأتمعهم ولو أتمعهم لتولوا وهم معرضون صدق الله العظيم ويمكن هنا الإشارة الصم البكم إحنا بناخد دايما الصم البكم أغلبنا بيتصور الصم البكم اللي هم أهلينا اللي تخلق وإذنه اللي لا له حمى مش عارف إيه وبقاش يسمع وبقاش يتكلم إنما مش هم دولة اللي ربنا سبحانه وتعالى إنما هم الدواب اللي هم بقى الشر الدواب كل ما يدب على الأرض واللي هم نكتشف في الآخر إنه هم الموجودين تحت الأرض وبطن الأرض وفوق كل دي علم عليم وسبحان الله في خلقه إنما في كل الأحوال بنحاول إن إحنا نعرف الحقيقة وكل الحالات دي وكلها مش هتخوفنا لأن طالما فيه وعي وفيه إيمان وطالما بنؤمن بالله سبحانه وتعالى وطالما إن إحنا بنرمي هممنا على الله سبحانه وتعالى وطالما إن إحنا بنخلص الله سبحانه وتعالى لن يستطيع أحد أن يسيطر على البشر شكرا بس فهيرا إن المعرفة المعرفة والعلم بالشيء أحد سبل أو أهم سبل المقاومة لازم نستعرف كده إن شاء الله دكتورة مياه شكرا بشكر حضراتكم نلتقي من حد إن شاء الله أسبوعها لخير مساء الخير وحلقة جديدة في دائرة على النهار الرياضة بعد تلسة ساعة من دلوقتي سيكون ضيفي وضيف حضراتكم الدكتورة مايا صبحي الخبيرة في المسؤولية لتكملة الحلقات نحن بقى ندراتي نكمل كل يوم خميس في هذا الموضوع الحقيقة الحلقات اللي فاتت عملت الرد الفعل اللي كان عليها كان هي رد فعل ما بينا مؤيد تأييد كامل وبيريد المزيد من الحلقات وما ينا مشكك في كل كلام بل أن بعض اتهمنا إن إحنا إحنا نروض للماثونية وإحنا نروض للفكر اللي يتعمل برا الحقيقة هي كل القضية بطبعنا في المنطقة العربية كلنا نحن منكبين على أنفسنا وما بنحاول نشوف حوالينا وما بنحاول نشوف إيه من برنا والمعلوماتنا قليلة لدى في هذا الشأن هنا والمعلومات أصلاً اللي بتصرب للمنطقة العربية أو المعلومات المتاحة للمنطقة العربية بل أن هناك حظر يمكن على المنطقة العربية للتعرف على هذا المشروع أعايز أقول بس أطمن حضراتكم يعني العدل اللي بيكلمكم ده ولا الدكتورة مايا صبحي ولا أي حد تاني مصري موجود هنا حيكون هو بيرود لهذا الموضوع ولا أنا حشارك في هذه الدريمة ترويد ولا أنا لا نمسوني ولا حكاية إنما بس عايزين نقول من باب العلم بالشيء حتى إذا كان البعض بتستبعد المعلومات اللي بتتعل ديت فعلى الآل إيه حرص ولا تخون يعني نخلي بالنا على الآل وحنشوف النهاردة أن إزاي كله بيتكلم الفكرة كلها أنه كله بيتكلم وبيحضر العالم والتصرحات ديت بتطلع من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية الرؤساء مش حد تاني ويمكن رؤساء العالم الرؤساء الدول الكبيرة كلهم لأنهم كله الرؤساء الدول اختلف تتفق إنما متفقين على نظرية العالم الجديد أو المشروع اللي بيعملوه اللي هم مشروع بيستهدف إن العالم ده نظام جديد نظام عالمي جديد ما فيش حدود ما فيش أوطان ما فيش أي حاجة وإن العالم كله هيبقى مليار واحد بس والباقي يروح في الستين ده يعني يموتوا اللي يروحوا في أي حتة وإنهم حيخلصوا على ده يا إما بالكوارث ما يعتبر كوارث طبيعية أو بالحروب أو بالنزاعات أو بهذا المليار ده حيبقى بيسمينه المليار الذهبي الرزء الكبير من الخدع ومن الحدوتة الكبيرة اللي أنا هقول إزاي إحنا نقدر نقومها على الأقل لأن فيه نعمة نعمة ربنا سبحانه وتعالى إن دانا نعمة الدين ونعمة عبادة الله الله الواحد الأحد يعني الله الواحد الأحد إحنا بنعبد الله لأن هم في المشروع بتاعهم اللي والغزو الفضائي ده بيعتمد هم بيقولوا فيه إن نحيير غزو من الفضاء ونحن علينا أن نقومه ده كلام معلن ومنشر وكلام ده بيقولوا إن فيه غزو من الفضاء وبيحضروا العالم عشان فكرة الغزو حتى وإنترالي الرئيس روسيا بتكلم في فيديو لي بيقول إن الغزو ده حيبقى في 2013 اللي إحنا فيها قبل كده كان فيه كلام على إنها في 21 ديسمبر أو اليوم اللي كان اللي فات إنما هو بيحضروا 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 زي ما بيحضروا زي ما حضروا العالم لفكرة كل أو حضروا الشعب الأمريكي تحديدا والعالم كله لفكرة هدم البرلين كان فيه فيلمين هل هي صدفة أن يطلع فيلم قبل هدم البرلين بيتكلم عن هدم البرلين وضرب البرلين بطائرة وطبعا هذا الموضوع عمليا وعلميا استحالة أن يتم بطائرة وبالصورة اللي إحنا شفناها دي وبعد كده حانو بنفسروا لحضراتكم مش دي القضية لأن إذا كان هم أكتر ناس الأمريكان يعملوا كذبة وبيصدقوها ومش عايزين أي حد في العالم غير أن يصدقها بدليل أنه لما مات الرئيس كيندي لو خرج عن الرئيس الوحيد الذي خرج عن فكرة الرؤساء وعن فكرة أنه يبقى في المجموعة بتاعة المسونية وفي المجموعة بتاعة المتنورون أو اللهم المجموعة اللي بتقود العالم دي كلها اتأتل على طول وهم اتأتلش عشان حاجة تانية انما اتأتل عشان كان له رأي تاني في هذا الموضوع وهم كلهم أطعية واحدة الرؤساء اللي موجودين في أمريكا والرؤساء اللي بيحكموا العالم في كل الحاجة التانية في الأول وفي الأخر هما حاجة واحدة هما فيه تخطيط بيعملوا عشان يقودوا العالم وبيعتبر أن احنا بالنسبة لنا احنا كدول اللي بعيدة عنهم وهم ولا لنا لازمة ولا في دماغهم خالص ففكرة الغزو الفضائي دي من حكمة ربنا أنهم هم بيعايزين يقولون أن الغزو الفضائي أنه يريغزو من الفضاء لأن الكائنات اللي في الفضاء دية هي الكائنات اللي أخذتها هي لعملة الإنسان وهي اللي طورت الإنسان أما لا يعترف بالإله ولا يعترف بالدين الصغف الله العظيم ولا يعترف بأي شيء وفي هذا السياق هو كل مرمل الحاجة الوحيدة التي نستطيع أن نهزم بهذا الموضوع على الوعي والإيمان وعينا احنا بالحقيقة نعرف الحقيقة ايه اللي بيعملوها والإيمان الإيمان المطلق بربنا سبحانه وتعالى فهذا الكلام يعني نقدر نقوم بكذا نقدر نقوم بدننا ونقدر نقوم بالوعي بتاعنا وبالدين والإيمان بتاعنا وبأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل هذه المخلوقات لأن إحنا عندنا القرآن بيقول ده والأحاديث بتقول ده وحدات كتير ربئتنا بتقول ده وليس اللي هما بيقلوه واللي هما عمالين بيسربوه واللي هما العلماء بقتوا ناسا وغير ناسا والكلام ده كله اللي هما بيحاولوا يتكلموا فيه سيد وزير العدل النهاردة المستشار أحمد ميكي يتحدث عن قانون جديد للتظاهر يضبط الاقترارات وموعدها وضرورة إبلاغ الداخلية بتلت أيام قبليها وإن حيبقى فيه موعد للتظاهر من وقت كذا لكذا والحاجات دي والمشروع لسه في قيد البحث والحاجات دي كلها نيابة العامة طلع بيان النهاردة قالت أن العمل في النيابات مستمر وده كان يرد على الإعلان اللي كان فيه نيابة كانوا معلقين العمل ثلاثة أيام على جانب آخر المستشار أحمد الدين دي قال أن حل الأزمة القائمة والأزمة القضاء هو استقالة النائب العام أزمة موجودة من ضمن عشرات الأزمات اللي موجودة وإحنا ما شاء الله كل يوم بنخلق أزمة كنت عايز بسرع للموضوع اللي كان تم والحديث اللي كان تم الأخ اللي كان بيكلم نفسه على أنه بتاع الدعوة نهي عن المعروف والأمر نهي عن المنكر والأمر بمعروف والأمر على أي من الحلال اللي كل واحد عمل نفسه دلوقتي بيدخل نفسه عايز أقول أن هذه القضية الحياة الأستاذ محمود سعدي كان رابه في قناة النهار فالحياة يعني محمود بعد ما قعد معاه الآن أنه هو فنهى الحلقة يعني واعتذر يعني يعني الحياة الموقف لأنه قال له أنت طب أنت بقى درست إيه؟ بتاع له لا ده ما درستش لأنه هو أصلا بيشتغل تارزي وتارزي ده مهنة عظيمة ما حدش بتدخل فيها بس ما فيه التارزي والصحفي والطبيب وكلام ده كله يفهم في مهنته إنما ما يفتيش إنما ليس له ليس مخولاً لأنه درس علوم في الدين عشان يفتي أو يشرع أو يقول إن إحنا هنقعد ده من الكنيس ونخل المسيحين يبون مسلمين وده ده دعوة للفتنة ودعوة الفتنة طائفية المهم طبعاً أنا عايز أقول ملخص هذه المسألة إن مثل هذه الأمور والذين يتكلف وطلع إنه لا هو في المعروف ولا في الأمر ولا في النهي ولا في أي حالة ولا لإعلقة بأي موضوع وأنا لابد واحد زي ده يحاسب صراحة لابد زي ما بنشوف كده ناس بترفع عضايا يحاسب إنه ده بيعمل فتنة إنما الأهم من ده كله الإعلام الحقيقة لا يجب أن يستخدم الإعلام وسيلة أن يكون وسيلة للنشر كهذا الكلام ده هرتشة ده كلام يعني ده هرتلة لما واحد يقول الكلام ده كده أي حد يقول أي حالة كده ده لازم النهر ده فلازم الإعلام أنا عايز أقول ما عرفش هل هل يتعمل مساق هل يتعمل قعدة هل يتعمل أي حالة أنا ما عرفش الآله بالضبط إيه إنما الإعلام على أقل بالنسبة للصحافة فيه نقابة الصحفيين يعني وأنا بأدعو مجلس نقابة الصحفيين إنه هو يبقى فيه تحط معيار بصير أو يبعت للسادة رؤساء التحرير كلهم فيه معيار لما ينشر مثل هذه الأمور إنما مش أي كلام يتقال على عناته كده وميتنشر فالناس بتاخده لأنه على محمل الدد وفي نفس الوقت هل هذا كلام بينشر بحسن النية هل هذا كلام مقصود لازم كلام ده يتوقف ونفس الشيء بالنسبة للفضائيات لما يطلع أي حد يتكلم هذا كلام فورا الكلام ده على الأقل لازم يتوقف هذا كلام اللي بيطلع يحلل ويحرم ويكفر ويعمل ويقول حالات غير عادية أنا أفهم هذا كلام أقبله لما يكون من عالم دين شهير مشهور بيحترم الكلمة وعارف العلم بتاقيه ده إنما يبقى فيه ناس أحد الناس مش أي حد يبتصدى يبتكلم في مثل هذه الأمور وعايز أقول لإخواننا في كل حتة عشان الناس بس ترتاح شوية أركان الإسلام الأركان الإسلام اللي هي الخمسة لو فيه حد ما عملهاش هل حد يقدر يحسبه هل بتاع المعروف ده يقدر يحسبه هل بتاع النهي المعروف ده يقدر يحسب حد يقول أنت مبصليش ليه ده أنا باتكلم على أركان الإسلام ولا أتكلم بقى على إن واحد لابس شكله إيه ولا بيكلم إزاي ولا لابس حنا ولا مش أنا بكلم على الأركان الإسلام هل يقدر حد يحسب ده شوف حكمة ربنا سبحانه وتعالى هو ربنا اللي حيحسب ربنا قال لك فرض علينا الصلاة عشان تبقى مسلم تصلي وتصوم وتزكي وإذا قدرت تحل وشهادة يعني هي دي الأركان هل النهار ده حد اللي ما بيعملش هذه الأركان ربنا اللي حيحسبه مش بتقول ما عروف اللي حيحسبوه ما يقدرش يحسبو ولا في الشريعة أن يقدر يحسبو ده ربنا سبحانه وتعالى يعني كده خلاص أنت حر أنت أنا أنا قلت لك أنت هتوعب ما تعملش أنا ححسبك الأديان الأخرى لكم دينكم ولا ديني مال يعني مال مالنا فإحنا ليه عملين ليه عملين اليومين دولة نولع في بعضينا ليه عملين نعمل فتنة في بعضينا يعني المسألة تاخد بالراحة بس سواء الإعلام أنا شايف أنه بصراحة لا هضور في نشر الحالة دي لأن الكلام ده مصر كلها كنت تتكلم عن هذا الموضوع ولنا أنا تخيل ما ينشر بقى أبن بره متاخد عن الحوار المعمول صفحة لمولانا لا أنا لا مش دارس في الدين طب تتكلم ليه وإلاك ده رأي طب ده مبارح طب أنت رأيك ولا رأي دين قول له لا ده رأينا طب أنت مين أنت طب أنت دارس لا مش دارس أنا مواطن للدين ومش محققة أنك تسير للدين لأن ده إساءة للدين التفسير الخاطئ لده وأن أي حد يفتف الدين بدون علم وبدون دراية وبدون كلام ده إساءة للدين فأنا شايف أن الإعلام الحقيقة لابد أنه كل ما هو يحمل الإصارة وكل ما هو يحمل أي حالة فيها من هذا الموضوع لابد أن العلام يأخذ باله من هذا الموضوع الحقيقة حتى لا يكون حتى لا يستخدم لأن أنا بنائل بصورة شديدة ليدا بنقل هذا الموضوع والكرسى أنه بينقل أو بيترك كلام أي حد يقول أي حد دون تعقيم والمفترض أن يكون هناك تعقيم في الصحافة كان زي ما تعلمنا لما يبقى فيه مثل هذه الأمور يبقى فيه تحقييم بعدها من المحرر يقول لا ده الموضوع ده غلط كذا وكذا وكذا أو ده فيه كذا وكذا وكذا النهاردة الفريق أول عفتاح السيسي حيوفده عدد نقاط قوات المسلحة بوافد من قوات المسلحة برئاسة لهم حمد العصار مساعد وزير الدفاع حيزوروا الكادراتية يوم الخميس تقديم التهنئة لقدسة بابا توادرس بابا الأسكندرية وبمناسبة العيد الميلادي البديد وبقدموا تهنئة لإخواننا وبقدموا تهنئة لإخواننا المسلحيين والمصر كلها لأن أي عيد عيدنا كلنا وأي يوم طيب هو عيد علينا كلنا جميعا ويا رب عيد علينا الأيام كلها يا رب أيامنا كلها تب عياد يا رب نخلي أيامنا كلها آياد وعشان أيامنا تب عياد لازم حيبه فيها حب وفيها تعاون وفيها صفاء وفيها حوار وفيها تفاهم وفيها 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 عادات كثيرة للذن في الأستاذ محمد دكتور بقول لي يا أستاذ ابراهيم حي تصديف حرة في إمتى وتفتح ملف المنتج الصين الرديد إمتى مفيش فرصة أحسن من دي تفتحه لما الاقتصاد يتعافى المستوردين يدعوا بقوة وعايزي أرد على الشيخ بتاع الأمر المعروف والنهي على المنكر أن نفسه يعمل نفسه يعمل الجماعة بتاعته دي وتنزل المناطق الشعبية عشان نعرفه عشان نعرقبهم من رجليهم الحقيقة أستاذ محمد الحقيقة لا هو نهي معروف الأمر منكر ولا في أي حاجة من دي وأنه كان هو في إطار الهرتشة اللي موجودة وفي إطار الزيتة اللي موجودة وفي إطار بيعتبره ده عامل زي اللي قطع طريق ويعتبره عمل أد حاجة زي كده أنا بشكتر والأقل وهو مش غلطته غلطتنا احنا كإعلام الحقيقة في هذا الموضوع يعني أنا عايز أقول شريف حمدي بقول يا سيد برهيم العيب مش على الرجل اللي زعم بأنه عمل هيئة المعروف وطلع مالوش علاقة بأي رهقة زهرية أو إسلامية ولكن عيب عمل معاه اللقاء في صحيفة وسعة انتشار وعمل معاه أحلى وادف ونشر فكره وفرد له كل مساحة الحوار ويعلم جيدا قبل النشر أن هذا الحوار لم يكن أحد يعلم بهذا الرجل عايز أقول يا سيد شريف الحقيقة أنا اتكلمنا في هذا الموضوع أنا مع حضرتك على الأقل ربما ربما فيه جوانب حتى كل حاجة حتى لو كان فيها حاجة غلط ربما تبقى فيها جوانب مهمة على الأقل شفنا فيه ناس ممكن يكون واحد ناس بنا أهلنا مولدين بنا بيفكروا بهذه الطريقة ده طبعا محتاجين حد يفهمهم يعني ده محتاج حد عالم دين يقعد مع ده مش كل واحد النهاردة مجرد اللبس اللبية أو ربما ده أنه بقى عالم دين لا ما ينفعش لأنه بيسيق بقى بيسيق بيسيق لجمعات إسلامية وبيسيق لحالات كتيرة جدا جدا ولا بد أن يكونوا حساب فيه هناك حساب في هذا الموضوع فيمكن الجانب الموضي في هذه المسألة أنه على الأقل قادرنا نعرف أنه في بيننا الناس بتفكر بالطريقة دي أنت عايزة عايزة فاصل طيب طلعي فاصل نردع بقى نخش بسرعة دكتورة مايا صبحي مساء خيرا دكتورة مساء خيرا دكتورة نقدر نعمل ممكن تعمل لنا تلخيص فاربعة تسطر أو ثلاث كلمات أو نص دقيقة اللي كلمنا فيه في المرة اللي فاتت يعني كلمنا عن الطاقة وأن فيه طاقة إجابية وطاقة سلبية وأن في كل الأحوال ان حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن هناك توازن في الطاقة اللي موجودة على الأرض بالنسبة للإنسان وأن الجزء الإنسان بيشح نفسه بالطاقة الإجابية من أعمال الخير من الدين من الصفاء من كل حاجة خير هي دي اللي في الدور الطاقة الإجابية وكل حاجة وأي حاجة فيها شر وفيها قتل وفيها كلام ده كله بتعمل طاقة سلبية وأن هناك حرب لأجل فرض الطاقة السلبية لأسباب أخرى بتتعلق بما هو قادم في الغزو الفضائي تفضلي نبتدي يعني أقول للجميع كل سنهم طيبين ونبتدي باسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام على سيدنا خط المصلي أنا عايز الأول برضو أأكد على كلام حضرك قلته أن الوعي والإيمان أن في جميع مخططات المتنورين وحكومات الدول الكبرى المعاونة لهم في كل المخططات أن الوعي والإيمان هو الخطر الذي يجب تدميره قبل تنفيذ المخطط بالكامل يعني الوعي والإيمان عند البشرية الوعي والإيمان عند البشر بدون تدمرهم لن ينفع أي مخطط من مخططتهم ليه؟ لأن برضو أريد أن أذكر الناس التي تفتكر أن نحن هنا نروج للمسونية أو نهول من قوتها لما ربنا سبحانه وتعالى قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل القوة اللي ربنا أمرنا بيها ليست فقط القوة العسكرية ولا المال والعتاد لكن الغالبية من القوة دي هي قوة الإنسان نفسه هي إيمانه وعلمه والتمسك بوعيه ربنا سبحانه وتعالى يعني لما حكلنا على مشهد من مشاهد مقولات الشيطان في يوم الأيام لما بيقول لأتباع وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم النقطة هنا أن الناس فكروا أن أتباع الشيطان هم الكفرة والملحدين والمنحلين وبتوع الإباحية بالعكس يعني أكبر أتباع الشيطان أو أكبر الناس اللي هي ممكن تدخل النار هي الناس اللي رادت على نفسها التغييب والتضليل أو رادت على نفسها أن هي ما تعملش بالأساسيات اللي ربنا أمرنا بها في دينه اللي هو البحث والعلم والتمسك بالإيمانيات والسعي وحماية أنفسنا وعداده قوة لن تهزمنا أي آلة عسكرية مهما بلغت قوتها إلا إذا هزمنا من الدخل وعشان كده هم بيعملوا بكل قوة على هزيمة الإنسان من الدخل دخله هو يعني يعني فيه حروب بتدار غير مرئية للهزيمة النفسية للهزيمة كذا حتى الإعلان عن آليتهم العسكرية وأحدث الأمور دي نوع من الحرب الإعلامية يعني إحنا مثلا الناس اللي بتفرج على منورات الجيش المصري مثلا العملية بدر العملية كذا العملية كذا بيتفرجوا ليه ليه الجيش المصري مثلا بيستعرض أحدث ما عنده وأكبر منورات عنده لأن ده نوع متعرف عليه على مستوى العالم من الحروب الإعلامية هم بقى بيقودوا حروب إعلامية أعتب كثير لهزيمة الإنسان من الدخل إنك تحس إنك لا يمكن تقوم هذه القوة إنك تبقى منهزم داخلية وربع حروب نفسية كثيرة والسينما بتاعتهم عملت هذا الكلام هليود عمى السوبرمان الإنسان السوبرمان الذي لا يهدر السينما وكذا وإن شاء الله هنفتح موضوع عن الواجه الجديد للحرب والكلام ده كله بس هم بدون هزيمة الإنسان من الداخل لن يستطيعوا تدمير أو السيطرة على هذه الأرض عرفتنا الوعي والإيمان الوعي والإيمان يعني هم الاثنين مرتبطين بعض يعني إن الله سبحانه وتعالى يعرف بالعلم وعشان كده أول أول كلمة نزلت من الوحي للبني إدم هي أقرأ وبقية الأياب تحس على العلم علم الإنسان ما لم يعلم فأول مخبط الله سبحانه وتعالى للإنسان كانت العلم وبعدين إحنا الحمد لله مثلا طبعا كل الأديان كلها من الله وحد والأديان كلها حست على الفضائل والبحث والقوة لكن دين الإسلامي فيه تميز بالسعي للعلم والبحث وكل صيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخل كل صيروا في الأرض الإعجاز العلمي في القرآن كل ده مجاش هباء إحنا للأسف إحنا بنسيب الآخرين هم يكتشفوا الحاجة أو يكتشفوا الجديد يكتشفوا كذا وبعدين هم نقول آه ده ده مذكور في القرآن سبحان الله طب أنت عملت إيه باللي أنت مذكور في القرآن أنا عايز أقول أن هم بيهدموا الإسلام بيخلوه في بوطقة معينة ليس الإسلام الحقيقي اللي هو بيبني فرد قادر على بناء مجتمع قادر على بناء وطن قوي قادر على أنه هو يعم الخير على الأرض هم عايزين الإسلام ينحصر في مظهر التطرف اللي يستفت فيه فيه في دخلونا في الشكل وشابه المضموض والتطرف والصدمات مع بعض في حين أن والبعد عن الأسيات والخير والبناء والقوة أنا عايز بس يعني بسرعة أنا أقول للناس وهو أعدوا لهم ما استطعتهم من قوة القوة دي هي الإنسان نفسه قبل ما يكون الألة العسكرية والعتاد بتاعه الإنسان نفسه فأنا لو على وعي بديني وعلى إيمان بديني وعلى عيقين بالدين وعيقين بولود الله استحالة مخططهم هما يصنع بالزبط تمام زادنا ربنا سبحانه تعالى له حاجات الناس مش يعني مش حاسة بقد إيه الحاجات دي خطيرة زي ما احنا واتكلمنا مثلا قبل كده عن الطاقة الكونية دي طاقة عظيمة جدا وكل ما خلقه الله على الفطرة هو خير يعني كل ما خلقه الله بفطرته هو خير عشان كده كل فعل الشيطان أنه هو يضد أو يعمل الضد لفطرة الله فكل ما هو خير وفطري مش بس يعني يعني مثلا رسول الله الصلاة السلام لما قال لا عبادة مثل التفكير أو التفكر أو التدبر أنك أنت التدبر بيخليك تسرح في ملكوت الله تتعلم ده بالتالي بيطفي عليك خشوع الخشوع ده بيطفي عليك طاقة إيجابية لأن إحنا زي ما قلنا أنت المحرك للطاقة اللي حولك أنت القرآن كان في أصله طاقة نورانية قبل ما يبقى كتاب مقروء كان أصله نور من النور الأعلى أنت اللي بتحوله لهذه الطاقة وهذه الطاقة غير محدودة بس يجب مواقرة في القلب يعني الخشوع اللي أنت تشغل قلبك لأن ده مش كلام يعني الناس بتاخدوا على أنه هو كلام وإحنا عارفين وإحنا كذا لكن ما بيجربوش فعليا أنه ده كلام فعلي وكلام علمي وكلام مثبت أن القلب محرك مغناطيسي ليس آلة بس للنبضة هو محرك مغناطيسي وبالعكس بيرسل آلاف الرسائل ذات الطبيعة الكهربية وذات الطبيعة المغناطيسية للمخ أكثر من المخ ما بيرسله فالقلب حتى القلب لوحده عضو واعي والأغرب من كده أن كل خلية في الإنسان هي عضو واعي يعني في حاجة اسمها وعي الخلية وده اللي اكتشف حديثا أن كل خلية واعية بحد ذاتها فكل ما هو في الإنسان هو واعي والإنسان هو اللي بيسيطر عليه بعقله العقل غير المخ العقل غير المخ العقل هو التعقل اللي هو كيفية الإدارة اللي هو عقلك زي برضو ما القلب غير الفؤيد فهي النقطة أن أنت اللي بتحرك هذه الطاقة حواليك فيه طاقة كونية ممكن أن أنت تاخدها بصورة إيجابية ممكن أن أنت تتعبد تتعبد تخلق طاقة من نفسك وتخلق تحصين لنفسك لأنه زي ما قلنا أن ده بينعكس على الهالة اللي حوالين الإنسان كلما بيزيد خشوعك إيمانياتك ارتباطك بالفطرة ارتباطك بالخالق ارتباطك بتسعي للخير حتى عملك إتقانك عملك كذا ده بيعود عليك بالتحصين بيقوي الهالة بتاعتك وبيقوي منعتك يعني بنعكس كمين ماديا على الجسد أنه بيقوي منعتك للأمراض طيب نطلع من ده كله عايب بس عشان أطمن السادة اللي كانوا بيتكلموا أنه ممكن نكون أنهنا بنهول أو نعمل التهويل إنما هو لا تهويل ولا تهوين إنما هي دي حقائق موجودة ومصبتة ولا منريب وما تيجي الدكتورة جايبة أفلام كثيرة لدي ده فيديو ما حدش يقولي طب مين ده يعني عايز أقول فتعالوا نتعامل مع المسألة بحيادية تعالوا نتعامل مع المسألة أنه ده أمر نحن بنعرفه يعني والمعرفة بالشيء أفضل من عدم إدراك هذا الشيء نعرف هذه المسألة لأنه ده جاي جاي يعني اللي مش مصدق ده جاي جاي لأنه حتى الحروب اللي شغالها حولنا وحتى الحرب اللي موجودة في المنطقة وحتى الحروب اللي ستستحدث في المنطقة قريبا وربنا ما يجعلها تحصل يعني إنما 99% حيبقى فيه حروب قريب فيه حروب في المنطقة هنا وفي حالة وحتبا يعني حتى بشيعة وسنة وشغلانة وكلام من ده لأن ده بتحضر لي بتحضر لي واضح أي حد حيقرح حاجتين وحط كلامنا وببعضه يعرف حنخلص من سوريا حتبتدي حرب تانية نعرف ده لأنه هو ده اللي جاي فلما نعرفه أفضل ما نعرفهوش وهما حاجة في الموضوع كله إحنا عارفين أن نستلاح معانا استلاح روى كل واحد مننا وفي عقل كل واحد وفي قلدان كل واحد وفي قلب كل واحد الوعي والإيمان وإحزاء أمنا إيمان مطلق ببعض الله سبحانه وتعالى وأمنا بالله يبقى إحنا ولا كل الترسانة بتاعتهم ولا كل الاختراعات اللي عمين يعملوها حيقدروا يكسبونا لأن كلها عمال شيطانية وفي الأول وفي الآخر الإنسان أقوى من الشيطان بالإيمان ومن كان الله معه فمن عليه هو دي الفكرة من هذا الموضوع نخش بقى دكتورة على النهاردة في الغزو الفضائي ممكن بس حضرتك عشان نحن نشر المرة اللي فاتت الغزو الفضائي لماذا؟ ليه؟ عايزين نعملو غزو فضائي ليه؟ برضو أهلا نقول أنها اسمها خدعة الغزو الفضائي ليه اسمها خدعة؟ لأن مثلا زي ما الناس لحظت هم لعبوا بيعقول العامة في مثلا موضوع نهاية العالم في موضوع مثلا تفجير أولمبياد لندن في موضوع كذا دي بتبقى من ضمنها تجارب لقياس الوعي العام وتسجير ردود الأفعال والسيطرة يعني هما بيطلقوا مثلا أحيانا كم من المعلومات اللي أكد كذا بيشوفوا إيه اسلوب السيطرة على الوعي العام وردود الأفعال لكن النقطة أن موضوع الغزو الفضائي بالرغم مما تم تسريبه من مصادر موثقة وموجودة يعني أنا ما بتكلمش غير على حاجات علمية وموثقة مش بتكلم على حاجة رأي شخصي أو كذا أو كذا ما تكلم على حاجات علمية ومثبتة وموثقة فهي النقطة ليس ما خدية غزو الفضائي لأنه هما حرصوا على تعتيم العالم لاستغلال هذه المفاجأة عنصر المفاجأة وهم رصخونه في الأفلام مثلا اتعاملت في السينما وفي التلفزيون واللي بيبسوها من زمين عشان يسيطروا على ردود الأفعال أنت تبقى متقبل ده والأخبار بتاعت مشاهدات الأطباق الطائرة وكذا 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 فليه إحنا بنسميها خدية غزو الفضائي لأن هي معدلها من زمين وأن أصلا الأطباق الطائرة دي زي ما ابتدينا في المرة الفاتة ونقول ملخص للحلقتين اللي فاتوا دلوقتي أن قواعد الأطباق الطائرة دي موجودة في جوف الأرض موجودة على الأرض ولن تأتي من الفضاء وموجودة منذ زمن وأن هي صنعت واستخدمت كمان على الأرض من زمين وحنقول حاجات برضو الناس هتندهش لها في أثناء سردنا يعني ملخص للحلقتين اللي فاتوا طبعا حلقتين اللي فاتوا تكلمنا على الابتداء من مجموعة فيرال اللي هي كانت موجودة ليش بس الغزو الفضائي ليه عشان سادر المشاهدين ليه عايزين أو خدية الغزو الفضائي يعني فيه منه كذا هدف أول هدف إن احنا زي ما قلنا قبل كده إن مخطط النظام العالمي الجديد وكل الناس اللي قارت عن دوت هتلاقيه موثق واللي ما قاروش هيلقوه موثق واللي ما يعرفوش يتأكدوا من ده إن ده مش كلام كده ده هو ده ده مخطط فعلي ماشي وإحنا دلوقتي اللي بيحصل حتى في دولنا العربية ده ممهد ليه إن من أحد خطواته اللي هي الفوضى المنظمة اللي هي بتقام في منطقنا دلوقتي واللي هيعقبها كذا أمور بقى تانية لحروب الإبادة المهم من المخطط بتاع النظام العالمي الجديد اللي هو المملكة الأخرانية بقى بتاعت حكم الدجال وبتاعت عبادة لوسيفر الشيطان اللي احنا اتكلمنا عنها ده مش هيقام إلا لما يصل تعداد سكان الأرض لمليار نسمة ده قانون أساسي وعلى فكرة القانون ده مكتوب عندهم في حاجة اسمها أحجار جورجيا دي أحجار مرسخ عليها القوانين ودي حاجة غريبة جدا أحجار جورجيا مكتوب عليها مخطط النظام العالمي الجديد ومتسابة كده ومحدش وعى إن ده اللي بيحصل تاني حاجة وعلى فكرة برضو ده كان موجود في لجنة رسمية اسمها لجنة الخطر الداهم وكان من أحد رؤوسها كسينجر فهم مش هيبتدوا النظام العالمي الجديد إلا لما يوصل تعداد سكان الأرض لمليار نسمة ينزلوا المليار وعمل لهم بقى هم مخطط المليار دول ها يستغلوا في إيه لأنها يبقى فيه طبقة من السادة وطبقة من العبيد برضو يعني هيبقى فيه طبقة من السادة وطبقة من العبيد وده له قانون كبير هنفرده بعدين يعني قونين اللي هي بتاعت الكاملة بتاعت النظام العالمي الجديد فمهم في الفترة الحالية اللي إحنا دخلين يا ربنا يعني يرحمنا يعني برحمته الواسعة بس إحنا يعني كل شواهد بتقول إن إحنا دخلين على مراحل النهية أو هنبتدي في مراحل النهية اللي إحنا عارفينها في أدياننا جميعا وبقى لها شواهد كتير وهم بيستعجلوا بيها فهي النقطة إن الفترة دي لابد أن يقودوا حروب إبادة لأنه هم من ضمن الحاجات والكلام ده موسق يا جماعة إنهم عايزين يتخلصوا من 80% ل 90% من سكان الأرض لأنهم بجميع الدراسات وعلى فكرة ده كمان كان معلن في حاجة رسمية اسمها الأجندة 21 ودي حاجة موجودة رسميا إن عدد إن كم الموارد وكم الغذاء وكم كذا مش هيكفي إلا فئة قليلة فهم حطين ده مراحل سخينه لازم يقودوا حروب إبادة خلال الفترة دي للوصول لما يسمى هم حلازلوا الرابع تقريبا إحنا أربعة وشوية مليار لا إحنا متخطين ستة متخطين ستة ستة مليار هم عايزين من تمانين لتسعين في المية تمانين تقريبا في المية هم وده كمان يعني حطين له سنة تقريبا تقريبا سنة 25 يعني قبل سنة 2025 من 2020 لـ 2025 يبقى كل ده نزل للمليار الزهبي فهي النقطة طبعا خداية الغذو الفضائي لها أهداف كتير بس أهم أهدافها اللي هو حروب الإبادة الهدف بقى الهم قوي 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 واللي ده هنفرد برضو عنه الكلام إن شاء الله في الحلقة اللي هو تدمير فكرة وجود الإله إزاي ده بقى الجماعات الخارجية وقمة يعني مثلا ناسا الجماعات الأمريكية الجماعية الملكية البريطانية معاهد متخصصة زي ستانفلد زي كذا زي كذا قمم العلم في العالم وقمم العلم مرسخين العلماء بتوحهم عشان يثبتوا للعالم وده من ضمن إن هما بقى دخلين على مخطط الغذو الفضائي عايزين يثبتوا للعالم إن الكائنات الفضائية دي اللي حتيبي لا جير إنها هتيجي عشان يثبتوا للعالم إن الكائنات دي يعني أكثر تقدماً وتكنولوجي عالية وكذا 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 والنهاية أصلاً كانت مسيطرة على الأرض من ألاف السنين وكانت تعبد في الحضرات القديمة والنهاية الأساس اللي خلقت الإنسان طبعاً الناس هتستعجب بس الكلام ده يا جماعة علماء العالم بيرسخونه مش يعني وهنشوف حاجات إن شاء الله علماء العالم بيرسخونه إن الجينات إن الكائنات دي يعني هي متخصصة في عملية الجينوم نفسه في هندسة الجينوم أو الهندسة الجينية وإن وجدت بلوكات جينية جاية من الفضاء مما يثبت إن البلوكات الجينية دي ممكن يتم تفاعلها عادي تاني حاجة إن مشروع الجينوم برضو اللي إحنا ذكرناها قبل كده أثبت إن ممكن التداخل مع بلوكات الجينات فهما عايزين يثبتوا إن الكائنات دي هي اللي خلت الإنسان وهي اللي قامت بتطويره جينيا على مدى العصور اللي فاتت لغاية ما بقى دلوقتي في التطور الحالي وإن هي هترجع تحكم الأرض وهنتكلم برضو على الترسيخ لفكرة الإنسان الكوني اللي كان فيه أخر فاضل يتكلم عليها سأل عليها قبل كده لأن ده برضو متعلق بموضوعنا النهاردة هون حروب إبادة عندما أهم ما في الموضوع كله لأن ده اللي بيخدم النظرية الأساسية فكرة إنه إنكار ولود الإله وإن اللي خلق الإنسان المخلوقات الفضائية دي كلها بالزبط طيب إحنا بقى نخش في الموضوع بتاعنا بس بعد الإيه الفاصل طيب الدكتورة دلوقتي خلاص إحنا فيه تمهيد لفكرة الغاز والفضائي على لسان هم تصرحات فيهم هم اللي بيقولوا إن فيه غاز والفضائي داي ودلوقتي شرحت لنا إن الغاز والفضائي الهدف منه كذا وكذا وكذا على فكرة كل رؤساء أمريكا كل رؤساء أمريكا تكلموا عن الغاز والفضائي القادم يعني ابتداء من كارتر ريجن بيل كلينتون بوش أوباما حتى أوباما أعلن أنه هو هيعلن قريب على برنامج التعاون بين حكومته وبين الأليينز على فكرة ده أعلنوا في الصين بينه بين إيه؟ وبين الكائنات الفضائية التعاون اللي بيبينه؟ آه وده أعلنوا في مؤتمر في الصين هنشوف نمازج وحتى جامس كاميرون تكلم عن الغاز والفضائي ميديفيدف تكلم عن الغاز والفضائي هو كان أحدث حاجة اللي هو ميديفيدف اللي هو قال ده حديثا يعني قال إن فيه غاز والفضائي في 2013 يعني ممكن نشوف مثلا لقطات هنشعرف هننزلوها إمتا؟ يعني ما هو يهوية بتقول كده تنزلوه يعني لازم نقول ننزلو وتطلع وتخلوه مثلا ميديفيدف هو بيتكلم حتى يعني هو الفيديو الأساسي موجود بالروسي لكن فيه سكاي نيوز جابته إن هو ميديفيدف بيحذر من غاز وفضائي في 2013 عشان كده عايز أقول للناس الموضوع دوت مش خدعة زي الحاجات اللي ساقت ده جاي عاجلا أو آجلا عشان كده إحنا عايزين ناخد فكرة عنه هو تصريحه كان بيقوله فيه بالزبط بيحذر إن في 2013 فيه غاز وفضائي قادم ليه؟ لأن كان السفينة الأم يعني هم عملوا إعلان جامد قوي إن السفينة الأم ظهرت في سماء روسيا ده كان من حوالي 4-5 شهور من السفينة الأم ظهرت في سماء روسيا فهو بيحذر إن فيه في 2013 فيه غاز وفضائي فيه يعني ممكن برضو يعني مثلا إيه نشوف ريجن تبكرتك كلينتون كان بيقوله كلينتون بيتكلم على إن الأليينز موجودين اللي هم الكائنات الفضائية إن موجودين منهم على الأرض وإن فيه غاز وفضائي قادم لكن لا ندرك يعني لا ندرك متى سيئة هذا الغاز ولكنه قريب وإن فيه شوهد كثيرة بتدل على لأنه قريب لكثرة الظهور بتاع الأطباق الطائرة في الفترة اللي هي كان فيها كلينتون وما بعدين فيه مثلا ريجن هنا بيقول يعني شوف من حضرتك نقام كارتر كمان نقام ريجن هم بيعدوا بيرسخوا عند الناس ده كان في الأمم المتحدة وبيقولهم إن فيه غاز وفضائي قادم ولن يوحدنا إلا عندما يتم هذا يعني سوف نتوحد عندما يأتي هذا الجزء نظام العالم الجديد وده على فكرة برضو من أحد الأهداف إنه هو بيرسخ لفكرة إن الناس كلها زي ما احنا بنشوف في الأفلام بتاعتهم إن أمريكا هي الدولة العظمى اللي هتحارب الكائنات الفضائية فده برضو هيديها نوع من السطو على العالم يعني هو هنا حتى كان بيرسخ للفكرة دي إننا لن نتوحد إلا أن فيه غاز وفضائي قادم ولن نتوحد إلا عندما يحدث هذا الغاز لمقاومته بقوة فلنستطيع أي دولة أن تقومها وحدها ولكننا يجب أن نتجمع تحت قوة عظمى طيب فيه برضو مثلا فيديو طبعا فيه يعني كتير كل القمم فيه كاميرو انتها بس مثلا فيه دكتور من الدكاتر الكبار الفيزين بجاهزة نوبل بيحذر من إن أمريكا بتعد لخديعة غزو فضائي هي بقى هو بيخبط فيهم آه ده طلع عن النسك وبيقول إنه إحنا ممكن برضو مثلا يعني لو عايزين يشوفوا طبعا أنا معرفش إيه المشكلة وهم مفروض لما تقولي هم يدبون يعني درع العرف كده أو مش مشكلة يعني الفيديو موجود بس هو عالم كبير جدا بيحذر اسمه إيه هو؟ نيك رولر أو كده ده بيحذر إن ده كان جاء سين أن برضو وعلماء كبار يعني أنا جايب نمازج هو بيحذر إن أمريكا بتعد منذ زمن طويل لخديعة غزو فضائي وبيأكد حاجات هنقولها برضو النهاردة إن تم خداع العالم بهذه الكائنات الفضائية وتم خداع العالم ببرنامج الفضاء وما يتم به معتم تماما على العالم وإن أصلا يعني ده هنفتحه برضو في كلامنا النهاردة إن موضوع الهبوط على القمر حاصل من الأربعينات موضوع الهبوط على المريخ حاصل من الستينات ودي حقيقة على فترة فهو براسة الكلام ده وإن تم التعتيم تماما على الموضوع ده لعمل خديعة الغزو الفضائي زاد أنهم طول الفترة دي عميين يعني يستفيدوا بالتبادل التقنيات الحديثة زي ما احنا كلمنا فيها المرة فاتت ونكملها النهاردة إن شاء الله وعلى أي حال الديت برضو هنا مازج يعني بس هنا موجود أنا فيه جيمس كاميرون فيه بقى طب عايزين نبقى حط الحدادة دي من فضلك ونقول هنا وعمري يحطها برضو حكول الحدادة حتى على الصفحة بحيث أي حد عايز يشوف برضو أنا عايزة أطلبها من حضرتك يعني أنا مثلا كل التفاصيل دي وحتى في الحلقات اللي فاتت اللي الناس كتت طلبها أنا لقيت مثلا في موضوعه سيترعر أقوله فيما بعدها فيه متين لينك مهمين جدا للناس وكتب وكذا 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 فأنا مش عارفة هل ده يعني أنا كنت محترى هل ده ممكن نيجي مثلا في بوست ولا تتعمل صفحة مؤقتة تابعة لصفحة حضرتك تابعة لصفحة البغناني عشان كتير كتير ومهم الناس تشوفوا أنا حتى في الموضوع ده عايزة أحطولهم بالكامل خلاص هنعمل هنعمل الصفحة دي في البرنامج للحلقات بتاعة دكتورة مياه صلح ديت وتحط عليها الحلقات وتحط عليها كل اللينكات خلاص كده إنه في حاجات مهمة وفيه كتب مهمة وفيه مواقع أساسية وعشان العايز يخش يقرأ ويشوف كلام ده وبديوهات مهمة جدا طب خلاص المصورة مع دكتورة مياه صبحي وعلى موقع خاص بها لأنها موضوعات هامة جدا وحققية ونحن نقوم بالبحث من سنوات عن المراجع تساعدنا في تنوير عقول الناس أنا عندي كل المراجع مما يعيشون فيه من ظلم وتحكم من أبناء المسونية كل الحالة دي هنحطها هنعمل للصفحة دي أو هنعمل هذا الكلام إن شاء الله بإذن الله يعني على أول أسبوع أنا بعتذلهم لأن أنا فعلا ما جمع الحاجة أو مثلا مواضيع مهمة جدا فعشان كده أنا بعتذر يعني إن شاء الله لما إذن الله نتكلم بقى دلوقتي عشان إحنا عايزين نخش على قواعد الجوفة أرضية هل أنت في نقصك حدث عشان تخش لنا بقى قواعد الجوفة أرضية ده في اللزء من أيوا القواعد الجوفة أرضية يعني إحنا بدنا فيها المرة اللي فاتت لما تكلمنا على برنامج هتلر وباختصار يعني عشان ناس اللي هي ما تبعتش مجموعة من الخاصة جدا من جمع العلماء والقادة العسكريين كانت في ألمانيا قبل إن شاءنا زيك نسمعها مجموعة فيرالي والمجموعة ديت باختصار يعني وصلت للتعامل مع جنس من الأجنس اللي تسكن جوا في الأرض ونتكلم على الجنس ده بس اسمه الرماديين أو الجريز تعاملت مع الجنس دوت وعرفوا أن هم ياخدوا منه بعض التقنيات الحديثة وهذه المجموعة هي اللي اختارت هتلر لزعامة ألمانيا والكائنات دي أو الجريز اعتقدوا أن هم من خلال ألمانيا يمكن أن يسيطروا على العالم لكن التعاون ده كان في فترة وليلة جدا قبل نهاية الحرب العالمية التانية فكانت لسه ما وصلتش التقنيات يعني هم نطوا سبقوا العالم بحوالي من 80 لـ 100 سنة في التقنيات يعني ألمانيا زي ما شوفنا مثلا في فيديو اللي فات لو عايزين مثلا نعيده بس عشان نكمل كلامنا النهاردة إن ألمانيا وصلت للطائرات بدون طيار وصنعت الأطباق الطائرة ألمانيا صنعت الأطباق الطائرة واستخدمتها بس استخدمتها استخدام تجريبي في نهاية الحرب العالمية التانية والكلام ده موسق وليس ضربا من الخيال ده موسق بالوثائق بتاعته بالتركيب بتاع الموتورات بتاعة الأطباق بنوعية المعادن المستخدمة بالتيم الكامل بتاع العلماء اللي اشتغلوا فيها كان من أهمهم عالم اسمه بيكتر شبرجر العالم دوت عالم مشهور وأبحاثه موسقة وهو عمل على تقنية الأطباق الطائرة واللي هي بتستخدم مضاد للقوة الجذب بتاعة الأرض يعني احنا عندنا الجذبية أرضية هنتكلم ازاي محرك الطباق الطائر ده بيعمل حاجة اسمها قوة الفورتكس أو القوة الدوامية قوة الدوامية دي بتعمل نوع من المجالات المغناطسية بنبضة عالي جدا بتضاد قوة الجذبية فتتحرر هي من الجذبية ازاق بقى حاجات هنتكلم فيها برضو ازاي الجسم بتاع الطباق ده بيستخدم يعني بيستحمل العزم العالي وبسرعة العالية لان احنا زي ما قلنا بتوصل سرعته في المتوسط لتلات تلاف على فكرة هي تلات تلاف ميل في الثانية مش كيلو متر تلات تلاف ميل في الثانية في الثانية اه فدي سرعة عالية جدا لازم جسم الطباق يبقى والداخلي والخارجي مستحمل العزم الكامل ده وهنقول المطور هنتكلم برضو في حاجة في المطور بتاعه خاصة يعني والحاجة دي موجودة مزمن المهمة عندنا ان المانيا صناعت الاطباق الطائرة بالفعل وجبنا ده كله بالصور والافليم وكل حاجة وان هي استخدمتها في اخر الحرب العالمية التانية وفعلا الكلام ده موسق حتى في الجرائد الامريكية موسق عنده قوات الحلفاء قبل هزمتها على طول فلما تمت هزمتها لان ما كانوش لسه استخدموها في ال كناحية عسكرية بما يكفي لما هزمت اول حاجة اخذها قوات الحلفاء وخاصة امريكا ان هي اسست في صحراء نيفادا المنطقة واحدة هما لموا العلماء بقى ولموا كل الورق والكل حرد لمواها كل النقطة بقى اللي كان بيعمل في برنامج الفضاء النيزي كم كبير جدا من العلماء امريكا والحلفاء اتفقوا كمان سرا على ان هذا يعني التعاون يبقى قيد السرية البحثة في القواعد الامريكية اللي عملتها تحت الارض ومالوش علاقة بالسياسات الدول في الخارج كان فيها عملية كبيرة جدا ومشهورة اسمها بيبر كليب العملية دي قامت بيها المخابرات الامريكية والمخابرات الروسية للم كل العلماء وكل ما يتعلق ببرنامج الفضاء الالمين وكانت المانيا بصنع سبع انواع من الاطباق الطائرة كان اهمهم اللي هو موديل اسمه فيرال على اسم قوة فيرال وموديل اسمه هانيبو كان من ضمنهم بقى الموديل واحد واثنين ترى انت بيختلفوا في بعض حاجات في الشكل في العزم في الكلام دوت وموديل اسمه هانيبو برضو هانيبو واحد و هانيبو واثنين زين ان حتى شركة بي ام دابليو دخلت في تصنيع الاطباق الطائرة في اخر الحكبة النازية موديل ما عندنا انه عملية البيبر كليب دي راح اتواخده كل ما يتعلق ببرنامج الفضاء الالماني واخدته على القواعد الجوفة ارضية اللي هما كانوا اول ما انشأوا فيها قاعدة اللي في منطقة واحد وخمسين واحد وخمسين دي في صحراء نيفيدا من المناطق الرئاسية اللي كان بيتم فيها تجارب على القوة التسليحية الجديدة بتاعت امريكا زي تجارب النووية لتجارب البدايات يعني الصواريخ بدايات الحاجات الحربية وكده عملوا قاعدة عظيمة جدا جوا في ارضية في المنطقة واحد وخمسين وابتدوا اخدوا بقى كل مش بس العلماء كل ما يتعلق يعني كل الاطباق بتاعت دي المنطقة واحد وخمسين من فوق في لها برضو منطقة واحد وخمسين برضو فحتى لو نلاحظ المنطقة واحد وخمسين من فوق معمول على شكل نجمة اللي هي سوداسية داخل دائرة ودي أحد رموز الماسونية وكأنه جوها عين فدي منطقة اللي هي خاصة بتبين وهنشرح ده إزاي المتنورين مسيطرين على المنطقة دي مهم من النهم بعد باختصار شديد برضو الكلام اللي احنا شرحناه عشان الناس تبقى معينة بعد ما أخدوا كل ما يتعلق وأخدوا بقى الأطباق الطائرة وكلها وكل تصميماتها وتصميماتها برضو عرضناها والكلام ده كله لمعرفوا أن هم كانوا بيتبادلوا التقنية دي مع الرماديين أو جنس الرماديين الأمريكان عرفوا أن الألمان كانوا بيتعاملوا مع جنس آخر زائد أن لقوا برضو من ضمن الحاجات اللي خدوها خرائط جو في الأرض بتاعت هتلر فعرفوا أن أساس وعرفوا برضو من الحاجات الوثائق وكده أن هم كانوا بيتعاملوا مع كائنات أعلى تقنية والكائنات دي ممكن لاتصال بيها عن طريق جو في الأرض وتتبعوا بقى موضوع الفتحات الأساسية بتاعت جو في الأرض اللي هي موجودة مثلاً في القطب الشمالي يعني فيه في القطب الشمالي وفيه في القطب الجنوبي فتحات كبيرة جداً من ضمنها مثلاً فتحة القطب الجنوبي اللي هي في أنترتاكيا دي ربعمائة كيلو القطر بتاعها طبعاً زي ما قلنا هم يحطوا الموضوع ده قيد السرية التامة وأصروا على صحب كل حاجة بحيث أن العالم يعتم عليه تماماً يعتم عليه تماماً هذا البرنامج وينسوا الموضوع ده تماماً منذ هذا الوقت بعت وبعت زي ما قلنا رحلة يعني ابتدوا حاجة اسمها المشروع الأحمر ده كمشروع كبير جداً لاكتشاف المدن اللي موجودة في كوف الأرض وكان المشروع الأحمر ده ضامم تحته كذا ملف وبيقودوا كذا بعثات عسكرية ومعها علماء وكذا من أهم هذه البعثات عملية اسمها هاي جامب أو القفزة العالية دي كانت بقيادة جنرال اسمه ريتشورد بيرد ريتشورد بيرد فعلاً اكتشف المنطقة بتاعت أنتارتاكيا والفتحة بتاعت جوا في الأرض ونزل ووصق إن الأرض فعلاً مجوافة وبيها كائنات وتقابل مع نوع بس هو ما تقابلش مع الجريز هو تقابل مع نوع هنتكلم عنه اسمه النورديكس أو الشمالين والشمالين بلغوا رسالة هم شمالين دول من الحاجات الشيطانية الكافرة يعني ونشوف الليه هم قريبين من الأرض ومؤمنين برضو بالله وانه هم ضد برضو المخطط الشيطاني وضد ضعبات الشيطان وكذا مهم من إيه أهم حاجة في موضوع ريتشورد بيرد انه هو وصق إن الأرض مجوافة وبرضو المذكرات بتاعته الرسمية طبعاً بيشلوها بتاع بس أنا بنحطها على مواقع يعني مش متحكم فيها انه هم يشلوها وممكن أدهلهم بالكامل والفيديوهات بتاعته ممكن برضو نزاهلهم بالكامل مهم من كل الكلام ده مواصق إن هو وصق فتحات جو في الأرض ووصق تعامله مع كائنات جو في الأرض وحتى لوه خرائط هو خاصة بيه كمان في دخوله وفي كذا وفي كذا زائد إنه هو تم في هذا المشروع رصد حوالي 129 مدينة جو في أرضين كان من أكبرهم كما وصفها أو اللي هو اللي نزل فيها يعني وأعجب بيها جدا آه دي دي الخريطة اللي هي بتاعت جو في الأرض طبعاً المدينة المكتوبة عليها دي اللي هي أجارسيا دي من أكبر مدن جو في الأرض في مدن أخرى زي مدينة ريمبو أو قزقزح في عالم كامل جو في أرض وفي شمس جو في أرضية وفي كذا وهنتكلم على عالم جو في الأرض ده كله وإيه الكائنات اللي فيه وإن هي أصلا ديات موجودة في الدين الإسلامي ومسكورة في الدين الإسلامي لكن إحنا لم نبحث بما يكفي أو نتعلم أو عدت معالينا فعالينا أن إحنا قبل ما نرفض أو قبل ما يعني ما نبادر بالرفض أو نقول لا دي مسكورة ومسكورة في القرآن ومسكورة في الأحاديث ومسكورة في أقوال علماء المسلمين وكمان أكتر من كده يعني في الخليفة العباسي اللي هو المقتدر بالله بعت رحالة اسمه ابن فضلان للاستبيان يعني هو بعته الأول لبلاد السقالبة عشان يدعو الإسلامي فابن فضلان وهو في بلاد السقالبة عرف أن يعني اللي هي بلاد القوقاز عرف أن فيه في الشمال فتحات بيخرج منها جنس عملاق جدا وشاف الجنس دوت وقال أن ده عمره ملايين السنين يعني عمره يفوق عمر الإنسان وكتب عنه في كتابه اللي هو رسالة ابن فضلان والكتاب ده موجود وعلى فكرة ابن فضلان هو الكتاب الكبير بتاعه ده اللي هو رسالة ابن فضلان شرح لأنه كان رحالة هو اللي شرح كمين يعني طباع الشعوب والعالم وهو على فكرة اللي جي في الفيلم اللي هو المشهور بتاع المحارب 13 هو ده ابن فضلان على فكرة دي من قصة ابن فضلان بس طبعا شالوا منها تعاملوا مع جوف الأرض يعني خدوا منها جزئية بس اللي هو كان في أوروبا لأن الشعب الأوروبي نفسه بيرجع لكتاب رسالة ابن فضان الاستدال على ماضي وعلى حال الشعوب وكذا فهو ذكر حكاية جو في الأرض وهنقول كمان كان كاتب إيه وكذا وشرح أنه هو قابل مع العمالقة وكذا بس قبل ما نخش في موضوع جو في الأرض عايزين بسرعة كذا نقول بعض الأدلة الدينية عشان نفكر الناس أن الموضوع مش بعيد عن الدين الموضوع موجود في الدين وبعدين كان فيه مع احترامي بس حضرك هتعرضني بس عايزة أقول لحضرك حاجة عشان أنا دي حاجة ديئتني بعد الفاصل حقول لحضرك حاجة بس عشان كان فيه حد ذكر المرة اللي فات لما جيت أقول عن ابن عباس كلمة قال إن أقول ابن عباس من الإسرائيلية ابن عباس بحر العلم وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعني تقال فيه يعني كلام اللي هو حبر الأمة وفقيهها وإمام التفسير وترجمان القرآن يعني اللي يعرف قدر ابن عباس دوت نعظم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن عمه العباس ابن عباس ده كان يعني يعني عالم علم الوحد فحاجة غير مقبولة من حاجة يقول إن ابن عباس من الإسرائيلية دون البحث من هو ابن عباس مهم نقول بعد أدلة بعد الفصل آه طبا بص يا دكتور عشان فيه سيلة الرسائل ابتدى يوصل وحنيب الرسائل بس بعد حضرتك ما تكلمينا أيها إن كل ما يدور أو كل ما حضرتك تكلامي فيه هو أصلا كل ما موجود في القرآن وفي السنة كل ما موجود وفي الأحديث وفي الأقوال بتاعة الصحابة كلها وبعين مدلل دينيا هنقول يعني بسرعة عشان الوقت برضو مثلا ربنا سبحانه وتعالى ما قال في سلطة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير يتنزل الأمر بينهن معنا أن يتنزل أمر يتنزل وبعدين الأمر معرفة يعني الأمر الواحد يتنزل بينهن الآية رفهم كم بتحسفة الطلاق ومن آياتي قال الله تعالى طلاق في سلطة الطلاق الآية 12 الآية 12 وبعدين قال تعالى ومن آياتي خلقه السماوات والأرض وما بث فيهما من داب الداب وهو على جمعين إذا يشاء قدير الداب هي كل ما يدب سورة سورة لا مش لنفعل سنة ومن آياتي خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب وهو على جمعين إذا يشاء قدير ما بث فيهما دي تدل على أن السماوات والأرضين بهما ما يأمل هو الداب كل ما يدب على الأرض مثلا ربنا سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم طبعا الناس مثلا هتقول دول المنفقين اللي كانوا وراء كذا لا 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 لأنكم لا تعلمونهم الله يعلم لم تكونوا تعلمون الله يعلم الآن الكائنات اللي حضرك بتتكلم عليها ربنا سبحانه وتعالى هل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن مما يعني أن السماوات والأرض في مثلا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن عيانهم حطقة الجراد كأن عيانهم حطقة الجراد يعني زي عيون الجراد حطقة الجراد هناك صورة بس اللي هو كان يعني أنا مقرنا بين ما تم تصويره من الجريز اللي هم الأليونز الرماديين وبين الجراد يعني ريت عبال بس ما يجيب الصورة هنشوف برضو أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام وبعين أنا عايزة أقول برضو على حاجة هي مش مجال فالحادي آه كأن عيانهم حطقة الجراد طبعا لحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام وعادينا دي صور متأخذة للجريز دي صور للجريز مش رسومات دي صور متصورة للجريز دي صور حقيقية للجريز كأن عيونهم حطقة الجراد طبعا في حاجات كتير جدا بس أنا عايزة أختصر أن مثلا عن سيدنا بن مسعود صحابي الجليل وغيراه الأرضين السبح وبعد وما بينهن وكسافت كل واحدة منهن خمسمائة عام والوحاديث آخر ما السموات السبح وما فيهن وما بينهن والأرضون السبح وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقابة أرض فلا وهو ده اللي برضو ابن مسعود سيدنا بن عباس في قول على سبع سموات ومن الأرض مثلهن قال لو حدستكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تجذيبكم بها وده قاله طبعا يعني أنا عندي كم رغيب تاني الحديث بتاع المقولة بتاعت سيدنا بن عباس قال لو حدستكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تجذيبكم بها هو على الأرضين السبح أنه ما كانوش لسه عقولهم تستوعب وإحنا عقول لغا هذا حد متصور مش عقولهم إحنا دلوقتي غا دلوقتي ما محدش متصور لأ يا مشكلة كمان اللي إحنا هنتكلم عليهم من الأجناس دي وإيه طبعتهم برضو عن ابن عباس برضو قال في هذه الآية قال في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق في كل أرض منه يعني أمم كثيرة وبرضو في أكثر من حاجة هنشوف برضو ابن كسير قال أي سبعا أي سبعا أيضا من الأراضي على الأرضين السبح من ظلم كايدة شبر من الأرض تواقق الله من سبع أرضين وفي صحيح البخاري خسف به إلى سبع أرضين وقال في من حمل ذلك على أنها سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة ولكنها أرضين طوابق ومن قال عنها أقاليم قد أغرقت نزع وخلف القرآن طيب دكتورة ممكن نحط الحجات دي بقى بتفصيل عشان أنت حضرتك نحطها بتفصيل برضو على الموقع كلها كل الحجات لأنها كم كبير جدا طيب خلص نحطها بس عشان بس هناك حديث للرسول قال الرسول الله ودوات في كتب كثيرة جدا نزلوا اسمها طيب الخيوط الخفية الصفحة تبقى الخيوط الخفية الماسونية تنزلي اللينك بتاعها وتنزليها دلاتي تعمليها وتنزليها وحيبقى رزق منها كل ما هو معلقة بالدين والمواضيع اللي قبل كده كل ما هو حد عزر على أي حالة وحتى مواضيع اللي كانوا طلبينها بتاع السيطرة كلها كلها قال رسول الله يأجوج أمة ومأجوج أمة وكل أمة أربعمائة ألف أمة لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف عين تطرف بين يديه من صلبه قال قلت يا رسول الله صف لنا يأجوج ومأجوج قال رسول الله هم ثلاثة أصناف صنف منهم أمثال الأرض الطوال عشرون ومائة دراع في ماء في ماء وعشرين دراع وهم الذين لا يقوموا لهم الحديد وصنف أخر منهم طوله وعرضه سواء وصنف يفترش أذني ده هنتكلم على الأصناف دي بس أنا عايز أقول للناس أن مقولة أن جوف الأرض هم يأجوج ومأجوج دي جاية من كثرة يأجوج ومأجوج ولكن ليسوا هم العامة بتوع جوف الأرض يأجوج ومأجوج لكن أطلق على الكثرة وفيه برضو هنا برضو هنزلكوا كذا حاجة من أقوال الصحابة من أقوال كذا بتدل على أن يأجوج ومأجوج ليست أمة واحدة ولكنها أمة متعددة كانوا يعنوا بهم كائنات جوف الأرض لكن يأجوج ومأجوج من الأمم الكافرة وبرضو فيه حديث مهم جدا الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث ده يا جماعة ما حدش يعني اللي يقول ده أنا جاي بكل أسانيده وكل الكتب بتاعته يعني اللي بتثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعصال الله تعالى في راحة الإسراء والمعاراج إلى أمم وأقوام جوف الأرض وده طبعا عندي كل الأسانيد وكل الكتب اللي جاي فيها الحديث عنعي كريمة عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال بعثني الله تعالى حين أسربي إلي يأجوج مأجوج فدعوتهم إلى دين الله وإلى عبادته فأبوا أن يجيبوني فهم في النار مع من عصى من ولدي إبليس الحديث ده يعني مش من مصدر واحدة أنا عندي كل الكتب اللي جايب أسانيده كلها فيه تليفون من أنا يعني في نفس الموضوع مساء الخيئة يا سيد محمود أهلا يا سيد براهيم إزايك؟ الحمد لله أهلا بتكلم معك أنا من إنا أهلا وسهلا الكلام اللي بتقوله الدكتورة ده كلام ألمي وكلام موسطق في القرآن الكريم يعني بس هو إذا بعض الناس بتبقى غفلان عن هذا الكلام الله الخفي اللي بتتكلم عليه الدكتورة هو جاء في اسم القرآن باسم موسى السامري وبيسموه في الغربة حاليا باسم أنكل سامي العم السامي هو ده صاحب المخططات بكلها الصهيونية وساحب برتكولات حكماء صهيون وهو برضو صاحب الطبق الطاير ده بتكلم عليه الدكتورة صاحب فن وتصنيعه وكل حي من تكنونيجا حديثة هو وراء هذا كل المنظومة هو الله الخفي اللي بيخطط لكل مخططات الصهيون في العالم الإسلامي وفي العالم الغربي طب دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى صر الله ذكر الكلام ده في القرآن الكريم لما سيدنا موسى رجع بعد 40 يوم لمقاط ربه فوجد قومه عاكفين على العجل أن نزله خوار فخاطب موسى السامري وقال ما أخذ بك يا سامري قال أبصرت بما لم تبصر به فخضبت وخفضتنا من أصل الرسول فكذلك سولت لي نفسي فأنا بستوع فكذلك سولت لي نفسي فقال سيدنا موسى قال له فإذها فإن لك في الحياة أن تقول لامي ساس فإن لك في الحياة أن تقول لامي ساس عايزة أقول لأستاذ محمود يريد بقى كل حد عنده معلومة عنده حاجة عايز يتحاور في هذا الموضوع عنده معلومات نحطها على الصفحة اللي النظرة دلاتي هتنزل اللينك بتاعها عسان يبقى الموضوع متاح لكل ويبقى في حوار لكل إحنا كل المسألة كلها إن في حاجة بتدور حوالينا إحنا مش على علم بيها إحنا مش واخدين بالنا إيه اللي بيحصل حوالينا وإيه دي مشكلتنا من زمان مشكلة الأمة العرب من زمان إحنا في غفوة من زمان وبنحاول ربما ربما إن إحنا المحاولة بتاعتنا دي حتفتنا في حالات كتيرة جديدا لأن في الأول وفي الآخر سلحنا زي ما بدينا الحلقة الوعي والإيمان نعم الصفحة هيت اللي موجودة قدم حضراتكم وإنت يا سيد محمود وكل واحد عنده أي معلومة عنده حاجة الدكتورة هتحط كل المعلومات كل الأسانيت كل المراجع كل الحاجات القرآنية والأحاديث النبوي وكل الكتب اللي أنتم محتاجينها كمان تحقيل الكتب لو عايزين كاملة وكتب كاملة والحاجات لو في حاجة مترجمة يا دكتورة كل الترجمات وكل المذكرات تحت ريتشارد بيرد والمذكرات تحت كليب شنايدر كاملة وكل الفيديوهات اللي أقول الحكاية دي هتريح لأنه هتريح حضراتكم لأنه مثلا هنا الرسالة الجاية هنا يا أنا يا أنتم لا أنتم يا سيدي ما تزعلش ولا يا سيدي ما تزعلش المهم يا أنا يا أنتم بتقول لي السلام عليكم ورحمة الله إزايك يا سيدة إبريم أنا باتوه والمعلومة مش بتسبب تياريت يكون الشرح بالصور بحس أنه في وقت كتير ويضيع في الفاضي لما حتبقى الصور موجودة والمعلومات موجودة وأنه إحنا قريين على البتاع اللي حضراتكم مش عارفينه أن أنا أعتايها أصلا يعني أنا أقالي بقابل الحلقة بساعتين قاعد مع الدكتورة بنتكلم عشان هو موضوع أصلا من فوق دماغ الموضوع هي قاعدة بقالها ضيعت من عمرها 20 سنة في هذا الموضوع فهي اللي فهمها وهي قطر المعلومات اللي عندها يعني الله يكون فعونها إن إحنا مشيين ونتكلم في الموضوع ولا حدا فيها كلها من وراء الدماغ هو برضو حضرتك هقول لحضراتك يعني الواحد ممكن يفضل يشرح يشرح بس هي نقطة يعني عشان وقت الحلقة وبيبقى في بعض إثباتات وكده فأنا عارفة يعني أن الناس يعني أنا عايزة ديهم مثلا الصورة العامة من غير تقطيع عشان يفهموا إيه النقطة الأول بعدين ممكن بقى اللي هم عايزينه نفتح فيه زي ما هم عايزينه بس عشان الموضوع ده مرتبط دي أكثر بس الأول أستاذ محمود اللي اتصل طبعا أنا بحقي على كلامه وكلامه طبعا صحيح تماما وفوق كده يعني كنت لسه دلوقتي عايزين نخش نكمل اللي هو مثلا موضوع القواعد الجوف أرضية وقواعد دولسي ونشوف العالم فيليب شنايدر إزاي يذكر أن قاعدة دولسي بالذات اليمن أكبر قاعدة الأسسية عبارة عن طبقات في طبقات فيها لا ينفذ فيها إلا صاحب بالدرجة 33 من الماسونية اللي هم المتنورين وذكر بنفسه على فكرة هو ما يعرفش موضوع حكومة العالم الخفية والدجال وكده لكن هو ذكر بيقول أن فيه حكومة تحت الأرض تحكم جميع الحكومات اللي فيه الأرض وتهي من عليها وأن هذه الحكومة يرأسها كائن له قوة خارقة يعني هو فيليب شنايدر مش يعني ده عالم مش داخل في الإيمانيات والدجال والكلام دوت لكن هو اللي ذكر بنفسه فيه سؤال والدعم تهيمن على المخابرات الأمريكية الأستاذ خالد عزمي أنا باعت سؤال هل هؤلاء المتنورين يستعينوا بالدن والشياطين أيوة ده اللي احنا عايزين وبالتالي هم بشر لكن شياطين انس يعني باعتبرهم زي كانوا باعتبرهم ويتعاونون مع أبليس لمحول عقائد دسئال آه أنا ده طبعا يعني هم طبعا يعني يعني هو قال إن قائد لهم هو خارقة آه هو كان هو طبعا أصدع الدجال وفعلا الدجال يعني هنفرد له موضوع آخر عشان ناس يعني ما تتشتتش بس هو الدجال هو اللي لازي يرقص الحكومة الخافية والحكومة الخافية هي التي ترقص الحكومات اللي على وجه العالم الحكومة الخافية دي اللي هي من المتنورين اللي احنا تكلمنا عليها هي اللي بترقص الحكومات ولا هم بتصال ولا هم حاجات كتيرة آه ولا هم سيطرة على فكرة على أجهزة المخابرات الأسية زي المخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية آه الكلام ده دلله فليب شنيدر بالنص يعني هو مش زينا يعني هو مؤمن وعارف يعني إيه دجال والكلام ده بس دلله بالنص نعترقص حكومة مهيمنة وهذا المخلوق اللي بيرقصها له قوة خارقة سؤال طبعا بتاع الأستاذ عازمي آه طبعا ده اللي احنا بنتكلم فيه من الأول ان الناس دي هي صاحبة المخطط الشيطان الأساسية وهم حزب الشيطان اللي ربنا تحدث عليهم وإحنا دلوقتي في المراحل الأخيرة فطبعا اللي هو بيستعجل المخطط الأخير على الأرض هي طبعا الحكومة دي بتستعينوا على فكرة برضو لما نفتح الموضوع ده هتجيب أدلة من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من القرآن على أن هذه الحكومة تستخدم الشيطان وتستخدم الجن والشيطان الأنس والجن وربنا أقدم الشيطان الأنس على الجن برغم قوة القوة بتاعت الشيطان الجن لأن أحيانا الشيطان الأنس يفوق بكثير بعقليته وبتدبيره قدرات الشيطان الجن يعني مش هدين جن بس يا الخوارق يعني لكن هي النقطة اللي هي الناس هتعترض عليها عشان إحنا بدلت عايزين نتخل في موضوعنا قبل ما الوقت يمشي النقطة اللي الناس هتعترض عليها إن في أمور تدل كتير هنفتحها إن الجن فصائل مختلفة والجن هو ما كل ما جن عن رؤية البني آدم أو كل ما حجب عن رؤية بني آدم لا البني آدم ما يشوفوش هو يشوف البني آدم سواء مش شرط بس عشان زبزباته اللي احنا قلناها يعني احنا برضو من الحلقة اللي فاتت قلنا العالم المنظور بتاعنا يقع فيه نطاق ترددات 34 ألف لأربعة وستين ألف موجة في البوصة موجة في البوصة ما هو دون ذلك ما هو فوق ذلك لا نراه يعتبر من الممر هم زبزباتهم بقى في الجنبية لكن كل كل شيء في الكون عبارة عن طاق ما يجعله لنا صلبا سائلا غازيا احنا بنشوف نفسنا احنا كذا عشان بيقع في هذه الترددات هم لهم علامهم لهم عدنهم ولهم لبسهم ولهم أدواتهم احنا ببنشوفهمش لكن في بعض أجنيس من الجن يعني أنا جدلت ناس كتير على أنواع احنا هنتكلم على دلوقتي اللي هم الجريس دول ايه الجريس دول طب ليه ربنا قال بس الإنس والجن هم سقالين هم المكلفين لأن أنا شايفة إن الجريس دول هم أنواع من الجن لكن الجن فصيل من الجن الجن فصائل متعددة منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه ومنها ما هو مرء ومنها ما لا هو مرء ومنها ما هو ومنها ما هو كافر اه وهم طرائق كددا يعني في منهم مسلمين في منهم أصحاب زمة في منهم أصحاب كتاب وفي منهم بقى درجات من الكفر وفي درجات عاتية جدا من الكفر المرضة بقى والبتاع اه المرضى والشياطين الأسوأ من المرضى اللي احنا نتكلم عليهم بعض الأجناس اللي هتخص موضوعنا اللي هم بيعملوا على استجلابها لها زي الجريز وزي حاجة اسمها الربتاليانز أو الزواحي هم دول عايزين هم دول يبايدوندهم في المعارقة القادمة يعني حرب الجاية عايزين يخدهم النقطة بس عشان يعني نكمل على موضوعنا قبل ما يفعل الكلام الخفيف عليهم ولا يقولنا أنه تبقى مصيبة سودة نحن لازم نعرف دول يعني دول طبيعتهم إيه قبل ما نرفض دول كذا لأن دي حاجات موصقة وممكن نفتح فيها كتير جدا بس عشان الناس تبقى عارفة أن الحاجات دي موجودة بيتم استجلابها من زمن وموجودة وتمت دراستها النقطة طبعا زي ما قلنا على جوف الأرض جوف الأرض يحتوي أجناس متعددة اللي رسول عصد سليم نتكلم عليهم اللي هم أطوالهم مثل شجر الأرض اللي هم عملكها جدا دول فعلا اسمهم جنس العملكة ممكن عشان الوقت بس أجري أنا معي الصور ومعي الحاجات بس عشان أجري عشان الناس تفهم ولو في دلوقت هنفتح فيديوهات فيه جنس اللي هم الرسول عصد هينازل لو الصور وحنا بنتكلم وإيه أنت بتعطلها ليه هو ما هو الإعلاقة ويعاب يعمل إيه يعني روح كائنات جوف الأرض فيه مثلا النوع اللي هو اللي تكلم الرسول عصد السلام والصحابة عليه اللي هو اللي أذنه بيفترش أذنه ده فعلا موسط كمان برا اسمه البنوتل اسمه البنوتل واسمه هو فيه صور تانية في كائنات جوف الأرض هل فيه صور تانية اللي هي جامعة الكائنات جوف الأرض يعني فالبنوتل دول ناخد تليفون برضو من سوهيرد لحد يدخل أستاذ محمود من سوهيرد بس أخير أستاذ محمود أهلا بيك يا فن زال حالة سيد إبراهيم الحمد لله تفضل بالنسبة اللي لتكلم فيه الدكتورة مية الصبحي متواجدين علي صوتك يتعلون الصوت هنا ناشي بغل لك لا الصوت اللي عندك يا باشي لا ايه في وط التلفزيون عندك عم محمود النبي أنا وط خالص تلفزيون التلفزيون اللي سمحت بالنسبة اللي بتكلم فيه الدكتورة مية الصبحي سيد إبراهيم سمعني أنت كده اتفضل ايوة دكتورة اتفضل يا دكتور اتفضل يا عم حمود انت عايز تقول ايه انا بقول الدكتورة مايا بالنسبة للفتحات الموجودة في الهرم دي فتحة أساسا مش هجر ان شاء الله يوصلوا لها بأمر الله مش هجر يوصلوا لها لاني معمولة برأس فالكي سراعوني من قدمها المصريين وبالنسبة فيه فتحة في اسكندرية محارزوا منها ناس الناس الفتحين اللي بتتكلم عليها وتلبسوا على السيدة هناك وتكلمت معهم تاني 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 عم حمود استاني انت بتقول ايه فتحة ايه تاني فتحة في اسكندرية اه ايوة صح صح بيخرجوا منها وبتلبسوا على سيدات هناك وناس كثيرة ويتكلموا انجليزة انا استحضرتهم على جسادة ويتكلموا انجليزة ويتكلموا مع انجليزة والروحانيات اساسا انا مابعبش انجليزة كل واحدة انجليزة وبعرفاش الروحانيات قال تتكلم معهم لغاية لما نعرف سرهم فتعرف سرهم وحاليا موجودين في اسكندرية ما نحكيش حكاية عنك حد ما رأيته انت هو الذي نتكلم عنه اللي انت شفته بعنيه سيبخصوص فتحة الهرم الاكبر فتحة الهرم الاكبر موجودة فعلا بس هي بيدخلها من حاجة اسمها البير السري والناس للوقت علماء الاثار عارفين البير السري ومهمة من زمانه مقفول وكذا لكن حصل ان اليستر كراول اللي احنا كلمنا عليه من فترة اللي كان عمل عبادة الشيطان في الاربعينيات واسسها وعمل كتاب القانون هو دخل للهرم الاكبر ونفذ من الفتحة دي ونفذ للجريس فعلا واللي كتاب له كتاب القانون كان اتصاله مع حد ادعى انه هو قيادة عظمى في جماعة الرماديين فده يدول انه هم اصلا يعني هم شياطين عبدين للشيطان هو اصلا اللي لما تقابل يعني اليستر كراول يدخل جوه الهرم بالفعل بس ده كان في الاربعينيات الفتحة دي ما بيدخلهاش من جوه الهرم بيدخلها من حاجة اسمها البير السري والبير السري ده موجود بالفعل ومهمل فيه فعلا فتحة عند اسكندرية وفيه فعلا فتحة عند ادفو بين ادفو وبين حاجة تانية ان ممكن اجيبها بالزبط فيه اكثر من فتحة في مصر وفي العالم يعني فيه في شمال الهند فيه واحدة في ايران فيه واحدة في ليبيا بين ليبيا والجزائر عندك خوفة سيلي فيه واحدة هناك فيه في امريكا الجنوبية فيه فتحات كثيرة جدا يعني هذا دي ممكن نفتح لها كمان موضوع لما نيجي نتكلم على الاهرامات اللي حوالي العالم يا عم حمود بس عشان ايه نمشي بسرعة فيها كائنات جوا في الارض مثلا اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه اللي هو الازني يفترش يفترش بهم الارض ده اللي هو ده موصف كمان حتى في أوروبا اسمه البنوتي او البنوتل وهو اصل القطيين يعني احنا بنسمع القطيين اصل القطيين هم البنوتل وهم عارفين كويس جدا ان هي كانت كائنات جوا في الارضية لان كان فيه زمن فات كانوا بيتعاملوا مع الكائنات الجوا في الارضية ومدن جوا في الارض بطريعة دي جدا وحتى وصقوا مدينة اجارسيا ومصرين وصقوا طيبة الصفلة ومدينة دوات وحتى عملوا النقاكر اه يعني اللي هو اللي على الجنب ده اللي على الجنب اليمين اللي هو ودنه طويلة اما دول من احد صور القطيين او البنوتل البنوتل اللي هم الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنهم يبترش اذنيه الهايك العظمية اللي لقوها وقالوا دي بتاعت قوم معد مش بتاعت قوم معد ولا حاجة والناس طبعا ردت يعني مرة ان شاء الله هنفتح الموضوع ده الناس اللي قالت قوم معد بونات الأهرام الكلام ده اي كلام كلام ده خاطئ تماما والاصلا الهايك العظمية دي لقوها في كذا حتة مقاربة للشميل في سايبيريا وفي اكثر من حتة يعني مقاربة للشميل وديه شعوب العمليق دي من سكان جو في الارض ودول برضو اللي وثقهم ابن فضلان يعني حتى قال بالنص في رحلة ابن فضلان كان سفير الخليفة العباسي المقتدر باللام بغداد لبلاد الكوكاز اللي دعت السقالبة وهو وثق لقاء وبكائنات جو في الارض وبالعملقة بالذات وقال انهم بيخرجوا من فتحة الشميل بجو في الارض وقال ان وان البلاد اللي تحت دي هي بلاد ياجوج وماجوج وان هي خلف بلاد السقالبة بستة اشهر من خلف مدينة ويسو والبحر في الشميل فاصل بينهم هم بيخرجوا من الارض من بحر الشميل فهو كان قصده على فتحة القد الشميل وطبعا غير كده خرائط الإدريسي وخرائط القزوين واتكلم عليهم الدكتور مصطفى محمود بس مفيش داعي دلوقتي الفيديو عشان الوقت المهم نيجي بقى اهم حاجة في دول ايه يعني اهم حاجة في الاجناس او اخطرهم هم ايه هم جنسين من اصل فضائي الجنسين اللي هم اخطر الاجناس دي جنسين من اصل فضائي وهما يعتبروا من قاعة انواع الشياطين اللي هم جنس الرمديين لكن اللي افوقهم بقى جنس اسمه الزواحف او ريبتالينز الرمديين دول باختصار عشان يعني عشان نفهم هم موجودين ليه في جوف الارض وليه اصلهم فضائي ان الريبتالينز دول بيسكنوا حتة اسمها نطاق شمسي بعيد عننا اسمه الفا دراكنيس الريبتالينز دول هنشوف يعني اشكالهم بس هم من الكائنات الغير مرئية يعني سجلتها لا يريد صور تانية عشان ده من الحاجات اللي هي مهجنة في الزواحف في صور تانية اتسجلت في الزواحف برضو في الزواحف يعني الحضرات القديمة خليها بس ثواني الحضرات القديمة وصقت وجود الريبتالينز زي مثلا في امريكا الجنوبية ان هم كانوا بيحكموا في بعض حقب او كانوا بيعتبروا الها في امريكا الجنوبية لكن هذا النوع غير مرئي غير مرئي للبشر ونتكلم ليه لانه هم من كائنات اللي هي في البعد الرابع البعد الرابع اللي هو يتخطى مجال ترددات فهم يعتبروا من انواع اللي هي جن من انواع الجن اللي في البعد الرابع اللي هي لا تورى بالعين المجردة لكن ممكن استجلبها بطرق شيطانية بتستجلب بطرق شيطانية وبتتلبس يعني ممكن تتلبس ممكن تتمثل في اشكال يعني ممكن تتمثل في اشكال ادمية دي حداة حضرات يعني دي الحضرات اللي سيب السور دي وفقا لرؤيتها ووفقا لتصورها وهم دلوقتي فيه وثائق ان هم بيتعاملوا مع الريبتالينز وطريقة استحضرهم وكذا لكن هم كائنات غير مرئية يعني فيه كلام عنه بيحضروهم ايوة النقطة بقى اللي احنا ذكرناهم يعني انا عايز اقول ان الكائنات اللي من اصل فضائي فوق او المعروفة بالنسبة لنا طبعا لدراسات كتير ممكن نفتح فيها قوي بس اللي انا عايز اقول ان هم 22 نوع اختارهم او المتعلقين بالارض هم الريبتالينز والجريز الجريز اللي هم الرماديين والريبتالينز اللي هم الزواحف يعني ممكن نجيب موقع مجرد موقع الفا دراكنيس يعني موقع الريبتالينز وموقع الجريز من الكوكب بتاعنا برضو موجودة الخريطة وكده المهم الزواحف دول اساسا اساسا بيسكنوا نطاق اسمه الفا دراكنيس والجريز اللي هم الجريز او الرماديين اللي هم الحضرات اتعاملت معاهم ودلوقتي الحكومة الامريكية بتعاملوا معاهم ونشوف التقنيات اللي هم اخدوها منهم الجريز دول بيسكنوا عمتا في نطاق اسمه اوريون نطاق ده فيه كواكب مختلفة اوريون زيتا بيلتريكس يعني فيه تلات انواع اوريون زيتا بيلتريكس مش ده المهم بنسبل لكنهم بنسبلنا ايه ان الزواحف يفوقوا قوة عن الرماديين الزواحف دول بيعملوا يعني هم زي الشغطين كده بيغزوا الكواكب وبيغزوا كذا وبيغزوا بيسيطروا على الشعوب وكذا 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 المشكلة ان الزواحف دول غزوا الكواكب بتاعة الرماديين جابوا لان الزواحف دي كانت في فترة موانا كانت بتعامل كاليها على الارض وبيتم استجلابها جابوا فصيل من الرماديين والرماديين مرئين بالنسبة لها الفصيل الموجودة عندنا في جوا في الارض ده فصيل مهجن فصيل مهجن وهنشوف في بيديوهات بعد كده تشريحه وكذا انه لا يملك ما فوش اجهزة تناسولية لا ما اعداء ولا تناسولية ولا اي حالة خالص فدول الموجودين مهجنين عشان كده لما شرحنا الاتفاقية بتاعة جريادة اللي عملتها حكومة الولايات المتحدة الرسمية مع الجريز ان يتم التبادل التقني معهم في مقابل ان الحكومة نفسها هتسلم لهم افراد مختطفين بيجروا عليهم تجارب بياخدوا منهم حمض نووي لان بالفترات بألاف السنين الحمض النووي بتاعهم حصل له اهتراء لانهم بيتكسروا بالتنسخ بالاستنسخ اصلا فبياخدهم الاحماد النووية ساعات بيعملوا تجارب على ايناس بيزرعوا لهم اجنة وعندهم اسلوب ان هم ما يفقدوا الزاكرة الوعية للاشخاص بعد اعادتها وده كان من ضمن احد جنود اتفاقية جريادة ان هم ما يتم اعادة الاشخاص اللي بيتم اختطفهم لك ان هم ما تعدوا ده بقى بكسير احنا خلاص بقى نقفل ده عشان نخش على احنا عادش الوقت بقى قليل اللي عندنا عندنا فاصل ووقت قليل فاحنا عادي زيد ندخل عشان نتكلم على القواعد هنطلع فاصل دلوقت عشان بس بعد الفاصل هنتكلم على القواعد اللوفة ارضية ونبتدي نشوف الانفاق بتاع دولسي ونشوف الحدد دي ونتكلم طيب يا دكتورة ما عليش فيه مكالمة الاسازة نادية انا بتقول ان شافت رؤية بتقول الكلام اللي بتقولي ده كله مساعدة خير يا اسازة نادية قالو مساعدة نوري فاندم تحت عمرك الفضالي يا فاندم سلام عليكم سلام ورحمة الله وبحيي حضرتك والدكتورة وكل العاملين على البرنامج وانا فعلا انا يعني مصدقة حضرتك لدرجة ان انا متوترة جدا لان انا شفت رؤية بس من اكتر من عشر يعني من حوالي عشرين سنة كده فيها نفس الشكل اللي حضرتك جبين اللي هم الناس اللي هم ما لهمش يعني اعضاء ولا اي حوالي خالص وكده وفعلا شفتهم طلعين من مكان انا استغرب يعني كنت واقفة في مكان تاني خالص ولقيتهم بيجروا يمين وشمال يعني بين بس ده في رؤية ولا في الواقع لاني في ناس كتير شافتهم في الواقع يعني ده رؤية ولا في الواقع لا في رؤية رؤية لا رؤية في المنيم ولا رؤية في لا في المنام لدرجة ان انا انا حكيتها وحكيتها لاحد المشايخ وكان قاعد معاه كمان نسب ان هما بيشوفوا اذا كانت تاني بقول كتبة او صدقة او كذا السيخ دوت دلوقتي اصبح ان هو اشهر اشهر واحد معالج بالكرآن يعني بس انت متأكدة ان هو كان كنت نايم ايوة يعني لانا للأسف للأسف في ناس كتير قوي بيشوفوا لكن مفيش دراسات بتعمل زي برا بيتم حصر الناس دي وفي ناس بتختطف على فكرة والكلام ده بيحصل عندنا في العالم العربي لكن مفيش حصر لي طب كملي يا ستاة نادية الاول تفضلي ايه احنا ايه اخد يعني ابلع ريئك يعني مفيش احلم باكت باحلم ولا يالحلم كذا مرة باحلم كذا مرة باحلم ان انا تحت الارض وان فيه شجرة شجر بس حديد زي الحديد كده يعني بس لما بعم بنسى كل حاجة ودلوقتي اصبحت يعني وبعدين تعرضت السحرة غريب جدا يعني شخص عادي بيصحر الجن طبعا الناس هتقول دي بتقول كلام مش مضبوط لكن اقسم بالله ان هو بيصحر الجن في هيئة انسان وكنت بتعامل معك في عمل يعني في شغل بس طرفته وقعدت في البيت خالق لدرجة ان هو بيقول لي يعني مثلا ما كنت بابقى ماشى من بيتي من المكتب لعنده طب هيحصلت كذا ويحصلت كذا ويحصلت كذا وقال لي يعني الحاجات بتحصل من سنوات يعني لحد النهاردة بتحصل وقال لي فاكرة اللي كلمتها مش عارب شكلها ايه فاكرة اللي كانت قاعدة فين دي كذا اهي ويبصة ل ايها جايبها لي قدامي يعني حاجات غريبة لدرجة يعني دلوقتي الناس اللي بتكدم ان فيه سحر وفيه ناس زي كده مخربين في الارض انا بس عايز ادوى الناس ان هما يتمسكوا بالدين وبالله وكده وانا مصدقة حضرتك في كل اللي بتقوني ده المهم انت لما شفت الرؤية وانزلت في وحسيت في الرؤية ان كنت كأنك تحت الارض شفت ايه بقى تحت الارض مش فاكرة بصراحة انا مش فاكرة اللي انا كنت تحت الارض مش فاكرة اي حوة هون طيب وبصراحة هم المرة طيب عندك حالة تانية او سازة نادي عايزة تقولي ايه لا انا عايزة اقول للناس ان هما يصدقوا بس ويتمسكوا بدينهم وبالقرآن يعني ان احنا هنتغلب على كل ده بايماننا وبالقرآننا وكده ان شاء الله ان شاء الله اني بتكلم بطريقة يعني لا لا ولا اهم ولا اهم شكرا يا سازة نادية شكرا لحضرتك فانا وانا برضو يعني طبعا مش علق يعني اساس ان هي رؤية او كده بس عايزة اقول على نقطة ان في ناس برا من الناس اللي تم اختطافهم وارجعهم بيشوفوا الموضوع على قد رؤية او يحس ان حصلوا حاجة بس هو رجع ممرش وقت او كده او ان هو شاف رؤية فالناس دي لما جمعوها وبعدين تدى الناس يتيقنوا ودراساته عملوا دراساته فعملوا عليهم دراساته عملوا عليهم تنوين مغناطيسي وعملوا عليهم راسته وحصره كده عشان يتأكدوا ان كلامهم حقيقي للأسف طبعا احنا ما دناشتها في الوطن العربي ففي كتير مثلا ممكن يتعرضوا التجارب او ممكن يتعرضوا الكذا لكن يخشوا ان هم يحكوها او انها تدخل في نطاق الاعمال والسحر والكلام ده لكن في فعلا زي ما بيختطف من برا فيه بيختطف من هنا وفيه حاجات مختلفة فيه مشاهدات مختلفة وفيه ناس شافت يعني يعني احنا عملنا حصر لمجموعة ناس ومتعلمين جدا وده كترة ومنهم ده كترة جمعين وشافوا بعض كائنات وكائنات من اللهم من الربتاليينز والهم من الزواحف ودول كمان من الصعب جدا رؤيتهم الا لو كان تم مثلا عملية اختطاف او كذا يعني من دول غير مرئي كمان فيه خطر جامد جدا من الربتاليينز والتعامل معهم او الزواحف ان الجنس دوت بيتغذى اساسا على طاقة السلبية ناس مثلا ممكن تستغرب يعني مثلا احنا عندنا الجنس الجريز او رماديين دول بيتغذوا عن طريق امتصاص المادة الغذائية بالجسم بالجلد عندهم قدرة على امتصاص اللي هو المرحوم اللي قد يعني فيه مثلا بيتم حول العالم وخاصة في امريكا بجوار اللي هي القواعد الجوفة ارضية وكذا فيه طريقة معانة بيلقوا المواشي بتاعتهم مقتولة ودايما اللسان والدم ممصوص وكذا ليه لانه هم بيهتموا بالحاجات اللي فيها الحوم طرية وفيها اغشياء مخاطئة وانزيميت بيمتصوها عن طريق الجلد وبيتطلعها طريق جلد مشكلة الزواحف ان دولة بام مشكلة الزواحف ان هم يتغذوا اساسا على الطاقة السلبية وعشان كده برضو نرجع الموضوع ما ليه هم بيرسخوا الطاقة السلبية على الارض عشان التأهيل لاستجلاب هذا النوع من الشياطين الزواحف دول يا جماعة اساسا اللي هم الزواحف لقعت انواع الزواحف اساسا بيسكنوا دول هم بيسموا اللي هم الفضائيين زواحف الفضائيين النوع اللي هو بيعيش بين الارض اللي بتاعه بيتم استجلابه اسمه او الزواحف اللي هي المتوسطة البعد اللي هي بتنتقل بين البعدين هم بيستجلبوهم بيحضروهم يعني شغل الجن بقى بيحضروهم ودول قدراتهم تفوق الجن الرمادي الأرضي تفوق الشياطين الأرضية دول قدراتهم أعلى دول بيتتغذلوا على الطاقة السلبية من الإنسان وعشان كده كتير بيتدخلوا في إحداث الحاجات طيب يعني الطاقة السلبية للفتن الحروب الشر الشر الغل كل ما هو بعيد عندهم بقى قدرات عليها جداً أولاً الجريس والسواحف اسمحوا لي أن أقول ده يعني الآية القرانية اللي ربنا سبحانه وتعالى بتقول إن شر الدواب عند الله الصم البكت الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم وإذاً لتولوا معرضين الآية دي فيها إشارة لأن القرآن برضو فيه تعميم طالما المعنى يقبل ففيه تعميم لا دي فيها إشارة للهما الجريس والزواحف لأن دول بيتعاملوا عن طريق التخاطر ليس لهم ما بيتكلموش ما بيتكلموش ولا بيسمعوا الناس ما دخلش السم البكم اللي هما الناس اللي عالي اللي ما بي هما عندهم قدرات عالية جداً على التخاطر مشكلة بعض الزواحف لهم نتيجة لبراعتهم في أسلوب التخاطر عندهم قدرة على استفزاز الطاقة السلبية في الإنسان يعني يخلوه يعمل حاجة سيئة زي الشاطين عمتاً بس يدفعوه يقتل يعمل بتاعي لعمل إجرامية لأنهم بيتكززوا على ناتج هذه العمال الإجرامية من الطاقة السلبية اللي بتنتج عنها يعني حالة الهائل اللي في الشارع المصري ما نستبعدش إن هما يكونوا شغالين بيولع في هذه المسائل أيه هما بيتكززوا بالأساس على الطاقة السلبية وقدرين على استفزاز الآخرين أو إحداث مثلاً كوارث بحيث نعمة يتدخلوا في دوت بيتكززوا على الطاقة السلبية فالنقطة بس اللي إحنا عايزين بقى نكملها بسرعة عشان الوقت نرجع لموضوعنا في موضوع القاعد الجوف الأرضي أنا كنا قلنا باختصار إن نتكلمنا على خلينا نتكلم بدل ما نشوف فيديو وبعدين نشوف في الوقت هيقضي فيديو أولاً تكلمنا على قاعدة دولسي طيب ما يدي بصورة أنت مالك ومال الصورة ما هو إيجابها طيب ممكن نفتح أنفاء دولسي برضو ما هو إيجابها خليك تتكلمي أصفي فيديو مهمة قوي بس لو قضت عشان وقت دايق فهنقول إن قواعد اللي هي زي قاعدة دولسي إن في حوالي حالياً يعني ما يفوق على 131 قاعدة جوا في أرضية حول العالم تربطهم مصارات ويعني اللي إحنا قلنا الرياكتور اللي هو اللي بيشتغل بالطاقة النوية ده بيدوب الأرض بحيث بيفتح أنفاء ربطة بين القواعدة الجوفة أرضية وإن القواعد دي ليه معمولة بالرياكتور اللي بيدوب ده عشان تستحمل خروج أجسام هتمشي بسرعة 3000 ميل في الثانية اللي هي الأطباق الطائرة اللي هتطلع من القواعدة الجوفة أرضية زائد إن القواعد دي بتربطها برضو شبكة من القطارات وشبكة من السفن القطارات دي بتمشي بسرعة 2 مخ يعني 2 مخ تعدي 2400 وشوية كيلو في الساعة يعني بسرعة رهيبة جداً في شبكة طرق بينهم بتعدي بسرعة رهيبة جداً القطارات دي قطارات مغناطسية قطارات يعني ما بيحصلش فريكشن ما بيحصلش احتكاك بينها وبين القطبان القطارات دي قطارات مغناطسية وممكن نتكلم على التقنية بتاعتها لأنها مش عجوبة يعني الناس مثلاً ممكن تسمع حاجة تقول إيه الوهم دا ممكن نتكلم على التقنية بتاعتها ومعمولة إزاي لكن هيا النقطة إن من أحد بقى الحاجات التقنيات اللي من زمين اتعاملت بالتعاون مع الاليينز وتصنعت ممكن نشوف مثلاً حاجة اسمها مشروع أفرو مشروع أفرو دوة أمريكا انتكت فيه حاجة ياريتني نجيب الصور اللي هي بتاعت مشروع أفرو انتكت فيه حاجة مشابهة جداً للطبق الطائر وده تعاونت مع الحكومة الكندية وكان مشروع غايف السرية في المنطقة 51 صورة مشروع أفرو لأ مشروع أفرو مشروع أفرو ده يعني طبق طائر بالزبط تاني حاجة فيه حاجة برضو اسمها في المنطقة 51 يعني هو مشروع أفرو اللي هو فيه زي طبق الطائر كده ده عاملاء أمريكا ده فعلاً ده أنتك ومن سنين تاني حاجة آه ده مشروع أفرو انتكت فيه كذا نوع شبيهة تماماً لأطبق الطائرة اللي هي تمت المسطحة تماماً فيه برضو في المنطقة في الفايل اللي هو بتاعها منطقة 51 اللي هي طائرة الأورورة والألتراسونيك يعني انتكت برضو من ضمن التقنيات اللي تعاونت مع الكائنات الجوفة أرضية كان من ضمنها مثلاً في المنطقة 51 الطائرة أورورة وطائرات الألتراسونيك الطائرة أورورة دي بتتمشي بمحرك برضو الكتروماجناتك ومعاملها تقنيات إخفاء اللي احنا تكلمنا عليها في المرة اللي فاتت لما قلنا دي طائرات الألتراسونيك وفيه دي طائرة الأورورة للتحتي دي طائرة الأورورة فنقطة إن طائرة الأورورة دي فيها محرك إلكتروماجناتك عشان نفهم يعني إيه يعني الناس برضو عشان تفهم أن التقنية دي مش تقنية خارقز لكن تعتمد على أفكار معينة إن من ضمن الحاجات اللي المحركات دي بتستخدمها حاجة بسيطة اسمها السوائل المماغنطة يعني بدل ما يحطوا كويلز جوه جوه المحرك نفسه بدل ما يحطوا كويلز بيحطوا حاجة اسمها سوائل المماغنطة إيه سوائل المماغنطة دي بمنتهى البساطة؟ هي سوائل عادية زي الزيوت زي كده يعني زيوت أنواع من الماء بس بيتم حقنها بتقنية النينو بزرات وجزيئات من الحديد وأكسيد الحديد المماغنطة فطب ده بيتم ليه؟ إنه بنبص اللي سبحان الله إنه بعد ما بيتم حقنها بتقنية النينو بجزيئات أو زرات الحديد وأكسيد الحديد المماغنطة بتكتسب هذه السوائل خواص المواد اللي هي في الرو ماجناتك أو المواد الماغنطسية بالكامل زائد أنها بتبقي على حالتها السائلة فدي طبعا بقى إيه؟ دي حاجة عيدة جداً أسبوع دي حنتكلم فيه عشان نكمل الموضوع ولا يعني لو عايزيني كامل موضوع أنا كنت عايزة أبتدي في موضوع تاني بس لو عايزيني كامل موضوع ده حالي الموضوع ده خلص ولا ما خلصي؟ هو ما خلص يعني كنت عايزة أتكلم على السؤال اللي تسأل كتير اللي هو بتاع الإنسان الكوني والترسيخ أنا ممكن أقول في الكلمتين يعني؟ دكتورة مايا بأشكركم لغاية الأسبوع الدنيا إن شاء الله حالي نلتقي بس عايز أصلح حالي صغير هنا الآية لدكتورة الصورة لعلتها الدكتورة مايا لصورة الأنفال الآية 23 بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأتمعهم ولو أتمعهم لا تولوا وهم معرضون صدق الله العظيم ويمكن هنا الإشارة الصم البكم إحنا بناخد دايما الصم البكم أغلبنا بيتصور الصم البكم اللي هم أهلينا اللي تخلق وإذنه اللي ده له حمى مش عارف إيه وبقاش يسمع وبقاش يتكلم إنما مش هم دولة اللي ربنا سبحانه وتعالى إنما هم الدواب اللي هم بقى الشر الدواب كل ما يدب على الأرض واللي هم نكتشف في الآخر اللي موجودين تحت الأرض وبطن الأرض وفوق كل ذي علم عليم وسبحان الله في خلقه إنما في كل الأحوال بنحاول أن احنا نعرف الحقيقة وكل الحالات دي كلها مش هتخوفنا لأن طالما فيه وعي وفيه إيمان وطالما بنؤمن بالله سبحانه وتعالى وطالما أن احنا بنرمي هممنا على الله سبحانه وتعالى وطالما أن احنا بنخلص الله سبحانه وتعالى لن يستطيع أحد أن يسيطر على البشر شكرا أن المعرفة والعلم بالشيء أحد سبل أو أهم سبل المقاومة يجب أن نستعرف كده إن شاء الله دكتورة مياه شكرا شكرا بشكر حضراتكم أن نلتقي يوم الحد إن شاء الله